لا يوجد شيء. ولكن عندما تذهب إلى الساعات يوجد تحديات ولكن يوجد مبالغات. عرفت؟ نحن نعمل في الكويت هنا. ترى التحديات التي لدي ليس تحديات معرفة. تحديات معرفة موجود. اليوم أنا مثلا أبي معادن مو حصلها. مواد خام ما أحصلها. مواد اسمائها مواضحة. أبي موظفين لو أبدأ بيزنس. أبي موظفين. أنا قاعد أدور بالهند. أضع الإعلان بالهند. أبي موظفين ما أحد منهم يوجدها. أبي موظفين. أبي موظفين ما معرفة موظفين وإعادة موظفين. دخلت. دخلت. تحديد تحديد موظفين. طبعا. يتحديد المقدمين على الإعلان. يجبونون وظائف. والذي يوجد من الشركات. لقد أمهاء الريعان. حدث من آي دابليي سي. بريتليك. ورواتب على 200 دينار. فأنت لا تنافز بالتوظيف. تكرموا موظفين بشكل كبير. ومثل ما يقولون بالنجليزي اخترع النيراتيب اليابونة اللي هو القصة اليابونة في مقابعة ممكن هذي عندكم مضايع الشيء ترح أيض وهذا نفس الموضوع نفس اللي انت قلت اللي بيشوف روميغوتي هاي النيش أنا عندي اللي يشوفونها 500 شخص أنت توفر لهم هذا وتوفر لهم الخالدي وتوفر لهم أنا طويريش وتوفر لهم بس ترى اللي يسمونه التريند أهم النيش مفروض أنا يعني حتى هم الأدوبترز حق المجالات هم اللي يرفعون الاندبندنسي هم اللي يرفعون البراندات نحن 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 مثلاً نيفادا وبرانداتنا هذي صعب تبيحهم على واحد ما يفهم الساعات أو اللي يقولون هم لا يفهم وانتايم وميلانو وديون ميلانو ما راح اروح اشتري باكمان وحسنة أول ساعة ما اسمه بيرن هارز؟ بيرنز بيرنز هذي غير بيرنز الموجز ماتها هكذا حلوة الفكار حلوة ثلاثي الكنسيبس اللي عندهم حلوة انما نتنين الواح بسوية راح يسكنها في طريقتهم بس طبعاً اللي يكون هان ميد اكثر تقدر تشرح شنو فكرة موجول لما انا اقول هذي موجول فيها موجول احنا واشين بالشين خضر راح تكيت ازين اول شعطك العافية الله عافيك الموجل هي اضافة على موجول زين الماكينة تيك عادية يتوفر لك الوقت والدقائق والثواني حلو الموجل يركب فوق الموفمنت هي قطعة اضافية تركب فوق الموفمنت كأنها خنقول مكينة اضافية اهدافها مختلفة حلو فانا استغل الماكينة الساعة الرئيسية كأنا مكينة سيارة فالحين مكينة سيارة نقدر اشقل فيها سيارة صح؟ اماش فيها سيارة اقدر اماش فيها طراد صح؟ صح؟ تركب التروس اللي ستركب فوقها اقدر اعرض شغلاتنا مثلا عندك المون فيز حلو اه شي بسيط على المون فيز لان 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 لديك بالكامل احنا احنا او شهر القمري تسعة وعشرين يوم ونص حلو تسعة وخمسين يوم ونص طبعا بالتروس وان ترجمها بالترس ما تحط تسعة وشر يوم ونص تحط تسعة وخمسين اه تسعة وخمسين عفون يوم حلو تسعة وخمسين يوم هذاللي تبي اقرب خنفترض اقرب الساعات اللي هي حسبلك نص يوم حلو تبي يطقلك الترس يحركلك الدسك هذا القمري مرة حلو باليوم حركة المرة باليوم تنقسم على اثنين اللي هي تسعة وخمسين ترجع لك تسعة وعشرين يوم ونص لان الساعة تكون تقوم بثنا عشر في اثنى عشر اللي هي يوم واحد فترسين يطقون تسعة وخمسين ترس حلو وهم يحركوا لك الدسك هذا مرتين باليوم او مرتين او ترسين يعطيك ترجمة الى حركة واحدة باليوم حلو الترس هذاللي والحركة القمرية هذاللي ترى تحسب فيها تحسب فيها ايضا الامواج المد والجزر تحسب فيها حتى التاريخ الهجري الهجري احنا عندنا بتاريخ قمري فممكن تحط موجي اللي يعطيك حركة القمر والمد والجزر وايضا التاريخ الهجري هذا كلها ترى التعقيدة وحدة بس بيك ذات التعقيدات وهو يكون ترس مشبوك بالترس الجير ترين مالس اهما يشبكون بالسمونة اللي هو البنيون اللي يركب عليه عقارة بساعة حلو اللي تركب عليه عقارة بساعة اهو اللي تركب عليه كل التروس بالموجول هذا بالاضافة هذه والاضافة هذه الترجم الحركة الدقائق والساعات وحتى الثواني في بعض الاحيان حلو الى اي شي مخيلتك فأنت عندك حين قاعدة عندك قاعدة عندك دوران 24 ساعة الدوران الى كل 12 ساعة حلو الدوران الى كل 12 ساعة هذا انت عاد قسمة على التروس وحسب حسبتك عشان تعرض لتبيه سواء حركة قمرية سواء غيرها وسواء حتى ممكن تبي أنت بعد ايضا ظهار الوقت عادي لا تبي اختلاف لكن تبي مثلا يسمونه الريتروغريد اللي هو العقرب يروح بعدها تمر يرجع او تبي يكون عندك يستعملون 24 ساعة يضعون ليل ونهار لانا غير بسيط يضعون أي دور هناك فكرة على الموضوع هذا هناك فكرة على الموضوع هذا لم يحدث في الساعات حتى الآن الأوقات العربية هناك مشكلة باللجان اللي ينبيعوننا صراحة وأمر محزن بعضهم ملكة بعضهم خصوصا الاندفندنس حتى الفرندات يستغلون السوق العربي والذات الخليجي خصوصا السيول المتوفروا عندهم والقدر الشرائي اللي عندهم بأنهم يضعون شي قريب لثقافاتهم بس 99 من الأوقات خطأ أو مو بالعمق اللي مطلوب عرفت ما أقولك يعني قابلت خطات كرب دبي واتشويك صحيح شوفت الانتقاد الحاد على الخطوط العربية وهذا أي وسام شوكت أي وحتى الساعة اللي قام بعمل العربي أنا وقت حساس بالأرقام وخايف وهذا نحن نحن كنت تقول لا يقومون البرندات الكبيرة لا يفشل يعني شي داش كنت أقول بضبط الستريتر يضع رقم أي دور أي شيء أدوبي عربك 1 2 3 4 5 ويضعون رقم فارسية هذا صح هذا صارت يضعون رقم فارسية ولكن يمكن طلبات من الناس صح يضعون الخمسة اللي فيها هذا هو فهم يحاولون يدخلون من ناحية العاطفة يعني يبيع في نهاية المر عرفته وفي نهاية المر كنت تقول إنه بيزنس بيزنس عرف ما كان الفيدباك على المقابلة الأخيرة اللي سويناها ترى سويناها قبل ما تذكر قبل شم شهار شم شهار صار لها شوف أنا كنت ترد من المقابلة وايد تذكر أو أمانة بيوسف طلعت كنت خايف من شيء وصار يعني ما هو مخوف بس متردد أنا يوم بلشت بالسوشال ميديا بلشت ما أعلنت ما تكلمت ما طلعت ما صورت وايد الهدف كان لأن أنا أدري الآن ما قد أغطي الطلبات وفي ناس يريد أي شيء غير معروف ونادر بصراحة سواء الشغلي كان حلو الديزاينات حلو الفينيش حلو يريد شيء غير موجود نادر حلو الأمر الزين بعد المقابلة الدعم اللي تلبيته الكلام اللي سمعت يعني أمانة شيء خلاني يمكن ما بيأسوي شيء إلا يكون المشكلة اللي حاشتني بعد المقابلة وواجهتها كمية الطلبات وصلت مرحلة مطبيعية يعني يعني عندي ممكن نسولف هل شجعتك تسوي لأنني نذكر هم سولف عن رفيجك اللي مسكين صار لأشهر ينطل لك بيوزف ما أقدر أنا خلتك لبقاء نحن هنا مجتمعنا عندنا حالاتنا الخاصة نحن نحن نجانب سولف من الرابع أمس بدوام أقول لأجنبي قط موراة دونة عشان يجب الشكل يبيع مستقبل عياله وأهله وهذا وهي هواية بالنسبة لي وأنا بالأسف بالأسف جدا وعرفون القراب علي عرفون الكرام وهو مو مو متكبرا يعني حشل الله لكنها مشكلة قاعد تسبلي بمشكلة كبيرة فما أقدر قاعد أحاول أقدم شي حق الناس حلو وأحاول أحاول طريقة أوفر فيها شي حق الناس ما أروح حق سبلاير يصنع لي كل شي من الصفر وكنت مناقش كم على الموضوع هذا ما قد رأيكم فيه فكن عندي إشكالية بإني أنا هل أروح حق سبلاير وسوي أوردراتي وخلاص زين الدزاين راح تغيل لأن واي دمور ما لا تحدث إلا باي هاند كفينيش أو استمر باي هاند وماذا يعرف في الانهاوس إذا أفعل باي هاند لا أعرف وقت حق إذا أتعرف أو لن أقول لأنا لا أعرف الساعة وإذا رأيت شركة يديدة يجب نفترض من أي براندات نيفادا وفي شخص تابع واحد صانع ساعات صغير وايد شوف الصغار ما عندي أحد معين وفي بعضهم أسمائها يمكن لو طلع بتلك مرة يمكن يالل قد رغراحة اللي عجبون يمكن الروس أكثر شي حلو أمس حطنا هنا حق راشد أسهل تسور صف راشد أو شي الأرو هاند أو راشد شوف أنا لا أريد أتكلم أنا أبيك تشرح لي راشد أدخون شاب صغير إذا ما أخبني الظن ومشتهد حلو وطور بنفسه شوي حلو لكن أنا عندي اتقاد حق الصغار بشي واحد لأن هو ما أراد دونه على المجال وما عند يكون في بعض أحيان غير للساعات فتلقى يحاول يطل ويبيع بسرعة هذه المشكلة أنا بيكترح لشي بأكد معلومة بين أن أنت لو واحد يقول هذا صانع ساعات واحد يقول هذه شركة تصنع يعني إذا خذينا أي من البراندات الصغيرة كلنا ندري أن هنا سيئ أروح له أقول لأ شوف شنو عندك كيس أو إذا أنا أسوي أقدر أسوي يكون كمية كبيرة فيصير وائد الموضوع تصنيع 100% صحي عندي يقول لك لدي أنا هذا الدايفر عندي هذا الكلاسيك عندي 39 42 إذا أنا لا أستثمر بس لما أنا أروح مثلا راشد أو في واحد الألماني كوبكل سامي مويت صعب أنا أحط صورهم مع الأسم أرفتر فلوب شي هذا لا هو حتى الكيس تلقي عند الدزاين ما ما الفرق بين شركة البسيطة التي تسوي وصانع صاحب لماذا هناك هذه المشكلة بالتجارة أنني لا أستطيع أفعل شي أفعل شي أنا أقول لك شو أعطيك مثلا أنا كمجال دارس بزنس وخيات أم بيئي وبطلت بزنس وشتغلت مع رابعي وعشت حيات الأنتبنورشيب التي عايشتها الآن حلو فيها إشكالية يعني آخر بزنس تخلط فيه مع الشباب يأتي طبقا بزنس موديل مثلا هذا ينفع أي بزنس ممكن تبطل لكن لا ينفع على الساعة إلا هو إن أنا أفعل مودي أورد كل شي موجود بالسوق أو أحتاجه موجود بالسوق متوفر من بره ما أفعل بشركتي حلو وقط أفعل الشغل المتميز فيها بالسوق حلو إلى حين ما أقدر أدفس الطلب وأعرف ما يجب عندي عشان أحافظ الجودة والشي اللي أنا لازم أستمر بأن أنا أأخذه من موردين تمام هذه عقلية البزنس هذه العقلية ما تنفع في مجال الساعات ليش لأن الناس تبي لفل معين تبي درجة معينة من التشطيب تبي قصة تبي قصة فأنت عندك حل هنا إذا صرت صادق بالقصة قد تخسر حلو تخسر لأنك لا تقل توفي الطلبات في صناع ساعات تلك بعض ياباني وبعض صينيين التشطيب ولا غلطة صناعة ساعة من الصفر عندهم حتى بريطانيين صناعة ساعة من الصفر عندهم ما هيقدر قلنا ما هيدي يعيش إذا بتاخد حقك بالسعر رح سير وائد على صح يعني الأمنيين اللي كان نظاري خلص ساعة رح تبي أوك 9000 دينار كويتي إلا أنا يبيلي سنتين أسوي لك وإذا تاخد 9000 وتخصم ها فإصلا عندك مشكلة أن أنا ما تقدر نتكبر البزنس بعدد معين ف90% من نهتم نكلمه أن عكس اللي بالضبط يصير بالشركات الصغيرة بس اللي هم أوتسورس يعني حتى لو تسأل إذا بأي مكتبك هم يمكن يجمع يمكن بعدد ما أعتقد جمعهم مثلا الكيس من الشركة الفلانية الهانز من الشركة الفلانية الدايل من الشركة فلانية وأنا أجمحهم والموفمنت أتى ولا سليت ولا شي وأحطهم وأسويهم أعطيك كساعة يعني هنا أقدر أبيع بألف تسعمية ثمانية بس أنت كصانع ساعات ما تقدر مو أنت في سؤال بس لك الحين أنت كتايم 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 دخلت في مجال الساعات من المراندات دخلت في الإنديستري عرف لي إنهاوس موفمنت مثلا إنهاوس موفمنت شنو تعريفها تبيلي دارج بالسوق أو أبيلي التصميم للتنفيذ للقطع التي تفعلها للتشطي أعطيك موفمنت كامل تايم أكريفيا أكريفيا دبي ويقع على طق أكريفيا 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 إنهاوس تبنيها على ساعة موفمنت من شي ثاني هذا كلهم باني على موفمنت ثاني لا أحد نعرف يبدأ من الصفر بس إنهاوس كله لا أعتقد ما أعرف أقول قولي قولي أنا أعرف ماذا أكريفيا حتى في فلب ديفور ويقع البريجز لا يفعلهم أهم هم يشطبون هم يشطبون صح بس أكريفيا أكريفيا حسن من فلب ديفور ايه جورج دانيالز كان يسوي بروحة صح جورج دانيالز أول سنوات كان يسوي بروحة سوى أغلب ساعات إلا الملاليوم الملاليوم كانت بعد اتفاقه مع عوميغا ينباع لهم من فكرة الكواكسيال طلب خمسين وليحين ما خلصوا يعني ما كان زاهبة لحين عقوبة فاتة لحين قاعد يكمل روجر سميث بالتصنيع نزيل هذا إنهاوس فأنا هل أقدر أني أنا أسوي إنهاوس فعليا وبيع بالسعر لكلفني لأنني أسوي إنهاوس لا أنا أقول لك أنت مثلا أكريفيا يعني أنا أحب لفراند أكريفيا عنده ديزاينر يشتغل معاه في تصميم الساعة بالاوتوكات بالكمبيوتر بعدين يصون مرحلة يروحوا للمورد المصنعين يصنعون القطع أو ساعة يصون بروتوتيبين لو تجريب قطع تجريبية عندهم ضبطت المقاسات كل شي يضبط حلو بالواقع يطلب من المصنع يصنع القطع وشطبها ويجمعها عنده فاني هيلتر أيضا حلو نفس القصة يعني أنا أخذ الأوتوكات اللي هو مثلا يقول لي البرج الفلاني بالضبط هذي زاويته خلنبلش بالبرجز لأنه ما يسوون الهيرسبرينج ما يسوون البراقي ما يسوون الجولز هذا 100 بلم غرب الفورس يسوي الهيرسبرينج الحين الحين بس شوف حين يقولك غرب الفورس يروح يشتر ساعة ب60 ألف عشان يقولك أنا ترى الديفولبنت حق الساعة يكلفني 300 ألف دينار كويتي حتى نسوي تايم ملايين أكثر ملايين أذكر بقولك نقطع على قرب الفورس سوف تصبح غريبة سوف تفضل فأنا حتى نفهمها عدل ويفهم اللي تابع حتى نأخذت الملف خلاص سويت بروتوتيوب حتى لو أنا أخذ برج وقفل هذا هذا الأساس كان يسوي صح يأخذون قطعة سيلفر فأنا أعطيه حق مصنع ومصنع يبلي مثلا أنت عندك 5 برجز بالموفمنت هذولا هما شبهم شطبين يكونوا CNC وهو يشطبهم لا CNC لا تشطب فيه تشطيب CNC يسوي الإنقلاج يسوي هذولا يسوي 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 أكريفيا رجب أي فيوصلوا للقطع يشطبهم 100% يرد يركبهم والكيس يسوي كيس لا حاجمان لا عفوا بلت جون جون بي أتش فهو يسوي ليا إنهاوس فالكيس ليس لإنهاوس البراغي والجيرز والمين سبرينج والهير سبرينج فهو يشطبهم يرد يركبهم هو يشطب ويرد يركب وحتى فريهلت فريهلت كلهم هالكلام قالوا موسر هو قبل كان عادي قبل لحن ترى بتك لحن دايلز ليس لديه بعض دايلز في نامل بالفنون العامة مثل الانامل يفتخرون بالأشخاص اللي يستخدمون خصوص ذكر المعروفين أعراض يعني للأسف فكرة إنهاوس هذي فاهمين هايد خلط وقعت أثر على الاندسري وقعت أدي الاحتيال ولف ودورات بالمصنعين عفوا أرد على نقطة اللي سألت أول شي إنهاوس لكن فعليا لدارج الآن لأمني لشركة أنا أقول لأن الناس كنت تكفل لنأخذ اي دابلي سي نأخذ فانرائنا كلما يقول لا هذا إنهاوس موومنت فقط لا هي نفس هي نفس التي يستمر اي دابلي سي يمكن أن تغير البرج نطول البرج مثلا غير مين سبرينج نمتنها شوية كل ساعة فانرائت عفوا اعترف انهاوس الحين غيرها ما أدري بس اعترف انهاوس أنت لدي قروبات ريشماند وصواتش كلهم تحتهم برادات هذين وردون بعض عندهم مركز معين للأبحاث يضبطهم ويعطيهم موردين ويساعدهم بعض في الخبرات وبعض ساعدهم طلب زايد يتجعلون تدريش من شركة في العالم كلها عشرين شركة التي تقص قراءات التروس عندها يعني قصة التروس المفروض تقريبا مبدئي في صناعة الساعة ليس سهل وعلمه بروحه مجال بروحه وقيت لك في صعوبة أنت عندك الساعة هي مثل مثل أي منتج ثاني لكشري فخم حلو بس يحتاج إلى أنك تواجه تحديات عالية يعني اليوم لأنا اشتري شيء من LV مزين LV ماكو شيء جلد قليل عندهم لينات معينة جلد صح بس أغلب فلو تشوف المجنطة أو البرودوكت أو حتى ارميز كلهم لما تاخد منهم منتج حلو أنت تدني منتج هذا قيمته ليس بالمنتج قيمته بالبراند بالاسم بالاسم تدتصنيعه مصعب حلو إذا تاخد أبسط مثال تاخد Love Brace صب ذهب يعني ما في شيء ما في شيء بس لما تروحق الساعات فيه تحديات لكن فيه مبالغات معرفت يعني إحنا أنا قاعد أشتغل بالكويت هنا و ترى المعارض اللي عندي ترى مو ترى بس معرفي عادي معرفي موجود بس معرفة بس معرفة الكيس والديلجس 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 دخلت يضع مثلا واتش ميكر يضع المقدمين على الإعلان ووظائف والذي يوجد من الشركات لقد وجدت IWC برايتليغ ورواتب على 200 دينار تضع لهم فأنت لا تنافز بالتوظيف ف هم هتكروا الموضوع عندهم بشكل كبير ومثلا ما يقولون بالإنجليزي اخترع ناراتف اليابون على القصة اليابونة أعطنا مثال على شيء مبالغ يعني نحن سوالفنا مثلا أو أسهل شيء عادة بيسوونا شركات مثلا ستيل بلوت فمتيل لك شركة يقولك هذا مولون أزرق مثلا العقرب أزرق هذا مصبوك لكننا مثلا لا فعليا شركة به الحجم هل هو فعليا صعب أنا أفعل أحضر البلو ستيل تفرق بينها بشغلتين في بلوت ستيل وفي فليم لود هذا شيء صحيح في البلو ستيل يضع الفرن والفرن هذا لديك تحكم بدرجة تحرارة فأنت الستيل يقل بلون معين بدرجة تحرارة معينة فإذا ثبتت الفرن بدرجة تحرارة معينة فإن أقدر أدخل وطلق فإن أفعل ما رح طفل اللون لماذا تفعل صعب لأنه صعوب لأنه صعوب وقد قلتها مرة كانت مسهلة الموضوع حلو؟ ما أقولك سهل أمارة يحتاج إلى خبرة يحتاج إلى تعلم لكنه ليس صعب هدف فليم بلود ليس فليم بلود العادية اللي بفران الفليم تشرح لنا تضع نار تضع نار على قطعة قاعدة قاعدة فيها برادة نحاس هناك أشخاص يضعون برادة نحاس هناك أشخاص يضعون نحاس ونرى طريقة التناسبة الهدف إيصال حرارة للعقارب طبعا تكون حديد العقارب فمع التسخيم يجب أن تراقب المعدن وتغير لونه لكل درجة حرارة لهم معينة الإشكالية هناك ألوان لها نافذة كبيرة من الوقت ومن الحرارة ومعينة مالها عالي فأهون مثل الألوان أول ما تتسخن يطلع عندك لون مثل ما تقول ذهبي بعدين عشبي أو عفوا مو عشبي لون القش مثل ما يقولون بعدين يصر عندك لون شوية برونزي أكثر بعدين يصر عندك لون بنفسجي بعدين يصر عندك أزرق الفاقع بعدين يصر أزرق فاتح بعدين يكتشافي ديدي التونيكتشفته اللي هيصير غنز أو بلاك بلوت وبعدها يرد لون طبيعي حلو؟ طبيعي أي لون؟ لون الحديد العادي ها يطف ولازم ترد تلمع مرة ثانية إذا طفت اللون فأنت التحدي أو التحدي بالأمر هذا أنك تقدر توقف انتقال الحرارة على العقارب لساعات يكون سماكتها يمكن 0.3 منلي إذا لم أصغر حلو؟ وبمستوى واحد الحرارة تكون وتوقف الحرارة على النون الذي يتبه فأنت أولا عندما يتمسك تخيله بسرعة أو تقطة هناك ماء والماء الماء الماء مقتر أو ماء عشانك لا يكون هناك أملاح لأن الأملاح ستفاعل مع المعدن لأنه صار حار ستلزق وتسلق وكل هذا تسلق تحافظ العقارب بعد البوليش والطيحة حلو؟ و ثم قلت لك تحافظ على نافذة الحرارة وتضمن العقارب الثاني يكون مطابق لللون هذه الفكرة هذا الشيء كنت كواتش ميكور ولكن عندما أذهب إلى شركة كبيرة لا مستحيل هناك شيء مستحيل مستحيل أفراد يستخدمون لا أقول مستحيل لأنهم لديهم ساعات في مختصين يستعملون لهم ولكن يبالغون بالموضوع لكي يبيعونك كنت قصدي يعني تكلمنا عن الاناملنج الاناملنج أيضا ما نقول سهل نحن والاناملنج أنواع في عندك الانامل اللي هو الشي اسمع فيه أوفن وفيه فليمت أوفن فيه الفرن وفيه بالنار بس قصدي بالتكنيك نفسه أذكرني شو التكنيك سمعت أكثر ثوائرات آه قل جي أل أس أنا توهقنا بالأسامل أنا سيثر بس لأنهم يضعون ذهب يعني مثلا يضعون خريطة يحددون الخريطة بالذهب لأنهم يضعون يضعون شكل الصورة أو الشكل اللي بيرسمونا أو هذا بالذهب كم سيلة توقع قسم أي شيء أي ففيها صعوبة بالتحدي فهذه فيها صعوبة أكثر ثوائرات شوية لو تلاحق تدخل اكتب جوجل أو ديش يوتيوب عفوا اكتب اناملنج حلو؟ رح تلقى وايد حريم ببيوتهم يسوون تراشي كهواية يسوون قلادات سو مادري إيش الصعوبة ما انتي بالواتش ميكينج بالأنامل فيه تحديد واحد حاشني خصا بالمينة المينة ييكس ضعيف في ساعات لانا لما سوي ساعة أنا عندي أمور معينة ما أصنع بالساعة مثل الماكينة فعندي أبعاد يجب أن أشتغل عليها تمام؟ فعشان تحافظ على المعدن المسطح اللي هو ضعيف ما يتأثر بالحرارة لانه هو شنو؟ البودرة الزجاج تحط على قرأة المعدن ويتم تسخين الدايل أو المينة إلى حرارة تؤدي لذوابان البودرة الزجاج أو بودرة الزجاج هذي حلو؟ تلقى على بعضها وتصدق أجام واحدة تمام؟ هذا سهل ما يحدث؟ لما يبرد الزجاج هذي ينكمش لما ينكمش المينة يتقوّس يفقد الفلاتنس السطحية هذي أو استجامة فعندك يصير عندك المينة معكف ماذا تعالج المشكلة هذي؟ تضع في ظهر المينة يسمونه أنا قاعد أن نسل اسمها استغفر الله يعني لا عادي لا عادي فتضع لبودرة الزجاج من ورا باكين بالخلفية يسمونه كامتر انامل حسنا كامتر انامل فتضع لكامتر انامل أنه يعطيك طبقة سفلية من الأنامل الزجاج اللي عادي عديته من الزمان وتمع على المينة على أساس لما يبرد لي فوق اللي تحت يوفر مقاومة كافية أن تحافظ على السطحية هذا معنات أن المينة صارت سباكة أعلى فعندما أركب على مكينة جاهزة من قبل هناك صعوبة لأننا لدينا ارتفاعات حق قواعد العقارب فعندما أحفظ زجاج وحاول وعابث فهذه الصعوبة صعوبة بسباكات المعادل فقط جربت أخلط ألوان؟ هناك ألوان سهلة وصعبة يعني مثلا لون الأحمر صعب تغذي أن تسوي رسمة هذا صعب الرسم عنده ترى أحد يرسم على أنامل هو الأساس أنامل الزجاج لكن الرسم يتم عن طريق أصباغ ليس زجاج رسم الريشة ترى هذا هذا يصبح عن أصباغ تثبت بالحرارة ليس زجاج أصباغ أصباغ يخففونها ويقومونها هذا الذي فعلنا مرة ترى أن يرسموا هذا هذا أصبغ يعني لما يسوي مثلا ساعة أنا أكثر ساعة أشوف فيها ألوان وأحسن معقدة وايد ليس معقدة وايد بس أذكرني باتيك مثلا باتيك ينامل دائما فيها يضعون خطوط أو المسار مع الذهب ويبدون يضعون الأزرق كيف يكون فاتح يعني يقولون يقولون أن هذا ما يصير إلا لما يكون يستعملون الأنامل كيف يفتح اللون الأخضار يكون غامج فترة الأنامل يعطيك تدرج هذا عيب هذا عيب ليس ميزا أنت مرد تايمر صح وفيها كان نامل وفيها وائر دينامل الهوائر ووك لا اسم بالفرانسين سيتش اسمه أنا أعرفه وهو جيل هناك اسمين هناك أنواع نوعية من الأنامل في الإطارات فلما يضعون لك الألوان هذه هناك الألوان بالنامل صعب جدا تحافظ على الألوان ثابت فيها لكن الخلط الألوان ترى سهل بالنامل تضع لون تضع لون تخلط معه وتعادل بالفنية وترى يذوب على بعضها وانت ترى حظك لما يذوب ما يحدث معك كتدريج لكنه ليس صعب كثير التحدي بالقطع الصغيرة هذا أنك أنت تحافظ على ثبات المعدة أنه لا يتحرك من الحرارة وياك هذا الصعوب كلمت واتش ميكرا بريكي اسمه تيفني شينس هيتش اسمه تكر عايش كان شقال بقرامكو ابو فعرف الثقافة العربية فقال للأناملينغ وائد صعب بالنسبة له يعني تخيل سوى قيوشي سوى ممكنت جهاز قيوشي أو ممكنت قيوشي واشتقر عليها وسوى مينة قيوشي لكن لا يستطيع قيوشي لأن المينة قيوشي تحافظ على موضوع لأن المينة قيوشي تحافظ على موضوع يجب أن يقوم بعمل مرة أخرى طبيعي كهول 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 لا لا تحافظ على موضوع لا تحافظ على موضوع 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 وتحافظ على موضوع تحافظ على موضوع أنا لست sus jojen ان ي bacterحدث تحافظ على موضوع من مسلطة تحافظ على الكلام وكان جمعت لا نظر على موضوع هو ماتن الضاب لان انت الصائغ العادي لما يحف الذهب وصنفر حطته مثل قطعة قماش او جلد يمع فيها برادة لكي لدي الفلوس بناها تلمر هذه القيمة فهم يفعلون كذلك لان يبيع الساعة بسعر مبالغ يعني كم سعر قرب رفو سيتأخذها يعني برينج يعني امية ثمانين تسعين سبعين ذهب يعني سبعين سبعين اللي سوى وشموه عند الفرنشل سنقول ثمانينة ثمانينة وتشوف ان قتلك حجام كبيرة فلو اخذ الكيس بروحة سنقول كم ميتون وعشرين جرام ميتون وخمسين جرام ما عارف يمكن والله ما ادري يمكن بس طريقة عدم اهتمام قيمة الذهب اصدبعتني انا هذا الفيديو دائما ودي اساوي انه يب مثلا بعرف قيمة الذهب كم يضيف على كل ساعة يعني يب ديتونة ستيل بالضبط وحطها وزنها مية وخمسين جرام ويب الذهب وحطها ثلاثمية وخمسين جرام الفرق بينهم تسع تالاف دينار كويتي باخذ الوزن الذهب هذا تشم يضيف لانه الفرق فقط اهو الذهب انا قبل كنا قبل كنا نفكر بالذهب يعني ساعات قبل كان يقولك ساعة ذهب وغولد واتش وهذا والحين لا يعني من نهاية قل موضوع المعادن هذي وترى هي مو معادن ترى يعني العلم ترى هي معادن مو زينة حق الاستخدام بصراحة نلينا سهل تزال اذا كنت اضعوا لك 14 قرار بالكيسات ونضعوا 18 حتى لان كل ما نزل القرار كل ما صار نسبة النحاس والمعادن ثانية اعلى كل ما نزلت الصلابة عندك طبعا يتغير اللون معاك يصير افتح الاصفر بس اغلب الساعات ترى 14 قرارات مو 18 اغلب اذا ما اخذ قطعا انا ادي سؤال لان حتى جزء منه اللي كان يسأله فيه محمد انه لاندش واي دعميه اذا ببلش عارف اساسيات الواتش ميكين يعني فيه كلاسات احنا لاندور معارض فيه يسألوا الكلاس بساعتين من اوان ابلش اوان اقدر ابلش اتعلم الاساسيات احنا اوش لازم نفرق بين اذا بتتعلم تسوي صيانة حق ساعة وتتعلم تصنع لا لا ابي افكك وصيانة لا ما بيديش على موضوع معادن وفتش طيب اذا بتصلح ساعات او بتفكك وتسوي صيانة امانتنا فيه فيديوهات وايدي بيوتيوب اطلعت فترة الاخيرة يسوون دائما صيانة حق ساعات فاتوقع يوتيوب افضل مصدر لك لازم تعرف مبادئ الساعات يعني هنا وايد ناس شباب يبسون ساعات لا يعرف المبادئ يعني ما هو المنظم الطاقة اذا صح التعبير ماذا يعمل ماذا هو هدف التروس اتكلم عن ساعة بسيطة مو محقدة مو كرونيغراف الساعة هي عبارة عن سبرنج مصدر الطاقة للساعة سبرنج اذا مر عليكم مصدر ان يسحبها ويرد ماذا سبرنج صاير مدور من داخل اذا انكسرت يسمونه كويل سبرنج مو كويل سبرنج لا اسم معينة فهو سبرنج فانت عندما تكوك الساعة او عندما الاتوماتيك فيها يفتر ويكوك السبرنج السبرنج هذا يبدو يطلع الطاقة اللي فيه فيمر على تقريبا اربع تروس رئيسية حلو تروس هذي تنزل مثل غير السيارة ماذا تمشي السيارة انت بغير سادس تطيح على ويحة تقريبا تدرج فهي التروس تدرج 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 وتقسم القوة الترس هذا وتزيد عزمه فتنزل سرعة فتفتاح الترس هذا حلو تمام وتزيد عزمه القوة مرته ويمر بمراحل التروس المطلوبة اللي تمثل الثواني والدقائي ويقول امور هذي كلها وكل ترس لأعداد السنون المعينة وتروس نوعين في الساعة أساسيين واحد يسمونه ما يسمونه قير بالساعات يسمونه ويل و بنين الويل اللي في العادة يكون مصنوع من النحاس أو الذهب اللي هو الترس الكبير العريض حلو البنيين اللي هو يكون مصنوع من الساعة ويكون الترس لأصغير التعريف العام لكن مو شي ثابت ان البنيين اظن 12 او 16 و اقل يسمونه البنيين عدد التروس السنون اللي فيه اذا كان فوق الـ 12 سمونه ويل فهذا تعريف التروس فالطاقة تمشي منها السفرينج الى التروس المختلفة تروح الى شي اسمه اسكيفمنت اسكيفمنت صعب شرحه بس تخيل مفتاح باب حلو كرام تخيل قفل الباب فقفل الباب هاش اللي يفتحه ويسكره حلو عندك دسك دائري فيه سبرينج تيه الطاقة تفتح الباب يرد السبرينج هذا يسكر الباب ترد طاقة مرة اخرى يرد يفتح الباب حلو كرام حلو كرام حلو هي تنظم استخلاص القوة من السبرينج هلو هذه ببساطة فاذا تتشب الساعات لازم تفهم المبادئ تفهم ليش يستخدموا مثلا مجوهرات جولز في الساعات شان يقلل محتكاك عرفت تفهم ليش وين ينحط الجول الجول طبعا نحط عندك في المين بلايت المين بلايت الشاصي المين بلايت هو الشاصي الساعه اللي تقعد فيه تروس حلو والبرج الجسر اللي هو الصوبة الثانية الشاصي فانت التروس عندك قاعدين بين مثل ساندويتش بين جسرين او قاعدتين حلو فعندك المين بلايت اللي هو الرئيسي وفوق الجسر نفسه اللي تمسك التروس والجسور والمين بلايت داخلها الجولز اللي اللي يكون من الياقوت ها تعتبر محاور التروس نحسا لانه حديدة بحديد فهذا اللي غلل الفركشة او اخينا غلل ايه فيه ساعات حديدة قديمة يعني بدون الجولز غزدك بدون جولز اتعاكل بس صيانة سهلة بس صيانة سهلة فلازم نصير فيه غبار شوية بدون الغبار يدوش بين هذا فليعلق فلازم نصير سيربس هاي فكرة السيربس بالاساس بضبط لانه حتى الزيوت تنشف بضبط مع تطور صار وايد هذا السؤال لك سنحق الديب كيف ناخذ هذا البيسيك وسوي ستب أدق انا قل ما تفعل تعرف مبادئ الساعات فيديو وانيميشن بعدين تشوف ناس تشتغل على مكاين بشكل عام تشوف طريقة تمسكهم للعقارب شوان للشلون التيرس شوان يركبون كذا مبادئ العامة والأدوات تحتاجها لا تبالغ بالأدوات فيه كتات تمباع جاهزة اشترك الكتة الصينية التي تجدها في اي بي ولا امازون لا تشتري شيء غالي واشتر مكية صينية مثلا سيقل سيقل بلا سيقل ما في غيرهم اغلب اخذ ETA مبادئ كموبمنت مبادئ كموبمنت وخلك على الموبمنت الكبار وان صاحب 2 موبمنت رئيسية ETA 6498 و ETA 6497 فرق بينهم مكانع ثماني فرق بينهم مكانع ثماني هذه الموبمنت اساسهم ساعات مخفى فسهل التعامل معهم بطل، ركب، كسر اشتر موبمنت ثاني اشتر 6 دانير تذكر اول ساعة بطلتها كسرتها كسرت ساعات غالية اشتر موبمنت غالية اشتر موبمنت بوكت واتش ساعات مخفى انا مشكلتي يوم دخلت في المجال فين نعب بكثر المجال ادخل بهالطريقة ادخل بالصعوبات قبل لا ادخل في المبادئ فانت غصدي وهذه اشكالية بس انه ايه ولا كسرت بس الاكثر شي شوف الشيسي اللي ما اخذ ETA مكان هذي رخيصة العادية الصينية فتلقي قطعة تتبدلها ويا بعض هنا تركب الشغل هناك تركب الشغل هناك تركب الشغل هناك تركب الشغل هناك تتعلم يجب لك وقت سبع سنوات تفتر تبطل تسكر اكثر تركيزي كان التصنيع اكثر من التنظيم يعني اصنعت قبل اعرف حتى اضبط ساعة ماذا؟ اضبطت اصدق كيسنج اضبط كيسنج اضبط الوقت التأخير والتنظيم بالوقت اجمع الساعة امرت على طول وبدأت في CNC بسيطة اصدق كيسنج تجميل عندي لأنه فيه كلاسات حلوة عندما تذهب الشركات يعني اعلمونك هذه الأساسيات كانت مهمة يعني اخذت كلاسات انه مثلا تصدق تعرف كيفية الأساس وماذا نشيلونهم وماذا نضعونهم كورسات اونلاين ذكرتني كورسات اونلاين كورسات اونلاين وفيه شركات يبيعون لك شاهدت انا شركات يبيعون الكت بس بايخ يعني يقول لي يركب الشغل بسيطة يعني بس بالضبط يبلك تركب على التركب تكفلها بس صح تضع هذا لكي انا سألت يعني كنت ابي هذا تجاوب بالضبط لك انا اطلب لهذا ما فيه عيب احنا ما عندنا مدارس بالكويت ما عندنا مدارس بالخريج لازم نتعلم على شيء ماذا انواع انواع هل تقول عن كونستانت فور شوية انواع سألني على انواع 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 الى ت petite بتحكم بطاقة الساعة تبدأت الباب و تسكيله الباب اذا ت здоровي كونستانت فور، كونسنت فورس كونستانت فورس приما transformation البداء وهو مبدا 간단 احنا قلنا Kelly في البداية هو سيبرينج صح مثل او سيبرينج لما تضغط عليه يقامك حية صح ضغط عليه لا يعطيك القدرة لا يعطيك مضغوط السابرينج تطع زيادة يحاول يدزك زيادة هذا طبيعة السابرينج الساعة هذا مع الوقت لما تنزل الطاقة عندك المدة التي تشتغل فيها السابرينج النزول في الطاقة هذا يؤدي تأثير في الوقت لماذا؟ لأن القوة انزلت حلو؟ لأنك تركب مرة ثانية سيارة وقعت حد الدعسة تبطأ سيارة من بداية تكويك من أول باقي ساعتين ثلاثة في فرق وايد كبير بالطاقة التي تطلع من سابرينج بالضبط كيف أتفاد التأخير في الوقت هذا الذي قد يؤثر على العملاء ويؤثر على المستخدم الساعة أحاول أن أدور نظام يعطيني شيء اسمه الهو كونستانت فورس بأن القوة منظمة أو ثابتة أو مستقرة لديك أكثر من طريقة لديك شيء اسمه فيوزيينجين فيوزيينجين استخدموه فيوزيينجين ويستخدموه 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 لديك تغيير لديك تغيير فيوزيينجين فيوزيينجين لديك تغيير فيوزيينجين فيوزيينجين ويستخدموه من أربع إلى ثلاثة من ثلاثة إلى أثنين من أثنين إلى واحد وهو مخروطي لديك تغيير ويستخدموه الاسكيب أو البالانسويل نفسه البالانسويل نفسه يكون فيه سبرينج ثاني يساعده يحاول لحظة على الطاقة السبرينج اليساعده يساعده يعطيك نفضات يجمع يجمع سبرينج الرئيس العود يروح لك سبرينج صغير يحافظ الطاقة يعطيك واحدة والثانية والثالثة والرابعة والأخير والأبسط واستخدمه كاريفو تلعنين في ساعاته إنه وقف الساعة أي توصل باور رزيرب معي خلاص لا تشتغل لا تتعب بها بس باور رزيرب يضع لون أحمر في شركات أي خلاص حتى اللانجة كيف تفرك فيه لون أحمر لما يدري إنه خلاص إذا توصل هنا سيصبح لدي مشكلة فيها الرمانتوار بالضبط الرمانتوار رمانتوار فيه شغلة حلوة بعدما نستعمل باللانجة والدسكات لذلك الناس مرات تشاهدون زعوة بسيطة مثلا فيها الدسكات تغير للوقت بسيطة عندنا بدين فريكشن بدين يصبح عندنا في وقت أنا أحتاج طاقة أكثر من الوقت العادي نفس الشي بالتاريخ ليش التاريخ يعلق بالليل تشوفه بين بينين لأن يكون وصل مرحلة تقالية حلو لازم تكونوا متواعي عليها أراض التاريخ من التعقيدات اللي ما منها فائدة صراحة يعني أنا عندي طاقة تاريخ سؤال الياي و شو التعقيداتك المفضلة لا يعني تقولي أنا بربيتشو الكالندر هناك أنواع هناك ناس تفكر بربيتشو الكالندر اللي هو خلقنا نقولي الرزنام الكاملة في الساعة اللي يحسب لك الأشهر والسنوات والفروقات والسنوات الكبيسة في منها فئات تفرع مو شرط تأخذ واحدة حسب للسنوات الكبيسة لا أقوى تحسب لي الأشهر منها 31 فبراير المنثلي بربيتشو الكالندر لها اسم فيه أنول نعم نعم السنوات لا تعدل إلا فبراير إذا كان عندي بالنسبة لي كافية أما التاريخ العادي كل شهر لا يوجد فيه نعم سمعت أنك تعدل كل ساعة التواريخ لازم كل ما أنا حتى طويل ساعة أعدل التاريخ وأعدل الساعة لا أحب كل ما هذا لكن بالنهاية لديك ساعات لا يمكن هذا هذه الأشياء أريد أن أخبرها مع التغير صح صديق كل ما لديك ساعات أكثر كل ما تبيه أبسط لا تبيه زيادة أحب التعقيد لكن أحب التعقيدات صراحة أنت سألتني ما هي التعقيدات ما هي التعقيدات أحب السلستي التعقيدات التي لديها علاقة بحركة المجرات والكواكب و واحدة من كل ما في السابق لماذا يختلف عن المجرات الثانية هناك شاب يحب المجارة هناك شاب يحب سيارات وشاب يحب شاب ما الذي يميز مجال الساعة تجعله راقي لهذه الدرجة؟ سيارات فيها رقيب بعضها النجارة ليس قصوراً بإخواننا لكن لا يوجدها رقيب لا تجد شخص تري يمارس النجارة صح؟ لكن تجد شخص تري عنده مصنع ساعات في السابق أتكلم والحين أنا أتكلم في القرن السابع عشر عليام برقية و عليام الشواء كيف حصلت هنا؟ كان مجال الساعة بالنسبة لهم الكرونمتري أو الهورولوجي بشكل عام وهو علم وليس صناعة ساعة لأن كلما صارت الساعة عندي أدق و نقول الكرونمتري ما لها أدق كلما فادتني في الملاحة و كان في جوائز على الساعة الأدق و ملايين توصرف في ذلك الوقت مقارنتنا بالآن ويدخلون في مجالات علمية ويضعون رؤوسهم في رؤوس العلماء علماء الفيزياء وغير ذلك في مجال في رقيق في ذلك الفترة ويدخل معاه الجانب الفني ما قلنا نعمل من ذاك الحقبة من فرنسا خيال كانوا وظفون أطفال تدري نعم وظفون أطفال بسرعة الساعات لأن النظر قوي ما فيش باقدر شاي بيشوف شاي صغير فمجال مختلف شوي الناس يمكن تقول لك سيارات فيها فكان في انتقاد على المقابلة الطرف سيارات وكذا أنا هاوي سيارات أحبت من القير 1 أحب السيارات الكلاسيك وشتقلت وحب السيارات وربع كلهم من الباكروند هذا أنا لو تقولي افتح مصنع سيارات أهوان عندي ما تقولي افتح مصنع ساعات والله العظيم لأن أنت مصنع السيارات لديك الظوابط العقلية في الساعات يمكن أن يشتري مكينة من مصنع معين وركبها على الشيء يمكن أن تقوم بسيطة ليس كامل لكن تستطيع بسيطها ساعة ما لديك لا يوجد رحمة الساعة انتقلت من إذا كنت ترجع تاريخ أمريكا كان بس الملوك وشيكدون يجب أن نقوم بسيطة كرونومتر حق البحر كان مهم من أسبانيا يجب أن يكتشفون أمريكا يحتاج مهم لأمريكا وهذا بالنسبة لها مهم جدا فنرجع كنت تنع موضوع الكواكب يستخدمونها في تفسير حركات الكواكب يعني كان يأخذون حركات الكواكب ويترجمونها للتروس ويسألون لك مثل ما تشوفون ساعة تشوفون مثل مجسم ميكانيكي حركة الكواكب يسمونه أورري حسنا طبعا أنه مو دقيق لأن حركة الكواكب مو دائلية بإضاوية أغلبها بس جميل ياخي لما تشوف التعقيد أغلبنا نستلب الساعات معشنا الوقت أمين بالأمين صح؟ أنت فوق؟ نعم الدقة الزايدة لا منها فايدة البس كوارتر رياحه لأبل واتش مالذيك يعني أنا ما تشوف يمكن أيضا تلاقشت مع عاري ودهزلي عالي موضوع السيليكوناسكييبنت تقريبا ما منها فايدة أنا بالنسبة لي ما منها أي مغزاة ما ما يتطور يخليها أكثر أدق أي أقل تأثرا أدق ماذا تعمل بالدقة الزايدة؟ طبعا ما لك نحن أحسنا للمرحلة النصجية أنت قد تحجب ثواني ما يفرق وياي بنت أزيد لأربع وخمس ثواني وأنا بأعدلها مثل لو لديه ساعات كثيرة أصلا ما رح تلبسها أنت أربع واربع أنت كل يومين قد تبدل قد ترد تعدل وقت فهي نوفلتي فصار عني أنا بشوف أنا ما عندي مشكل بالساعة فيها أوروري ولا فيها وقت حد مشكلة إذا بنأخذ مثال اللي أنا أحب السكاي شارت تعرف السكاي شارت سكاي مونتر بيون نعم هل تستطيع أن تتحدث كيف يكون هناك مكان معين في جينيبي كيف يتحدث الكواكب يتحدث عنهم فأستطيع أن أرى قلت لك هي يجب أن ترى هذه الساعات أنت ترى جميلة وأستطيع أن أرى الكواكب لكن تتضبطها هل تتضبط لديهم لا تستطيع يجب أن تتحدث أين يجب أن تحدث النجم وين الوقت مثل ما قلنا حركة روس تترجم حركة كواكب تسارعات مختلفة للتروس هذه عشان تترجم لك حركة نجوم وكواكب ومجرع بس هو مختصر اللي أنا فهمه إذا أنا واقف الآن في الكويت في هذا النطب رفع رأسي سنقول فيه خمس نجوم حلو النجوم يظلون مكانهم بس أنا أدور فالساعة تترجم لي هالشي فإذا أنا كنت في جينيف أشوف السكاي بشكل معين يحطوا لي دائرة في باتك صح هذه النجوم قاعد تدور على الميناء وتي اللي توريني النجوم كي أنا قاعد أدور بس لاحظ شغلة يفرقاك الهماسفير لكي لا تحدد دوين حتى أي وايد تلبسها كما تتغل معاك بدول معينة ما تضبط لأنها مصممة حق اللي ساكنين في شضن هماسفير أو صوب الجنوب أو صوب الشمال من القطب الشمالي والجنوبي في براند وايد أحبة شنو طبعا كرايون كرايون تفسر لي كرايون 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 كتعقيدة كساعة كبراند ما أحس أنه فعلا يعتبر من أحد الساعات المهمة في الهورولوجي لكن لا وزن ما أدل كرايون كرايون أعرفت الغروب الشروق وغني وغني واحد من المنزل في المعارات في المعارات المعارات يعني يمدح الساعة كدزاين كهذا أشوفها عادية حتى اللوغو ليس طريقة تقليدية اللوغو لا لكن أنا أقولك ماذا أعجبني فيها فكرة نفس ما قلت يعني أنا ما أحب التاريخ ولكنني أحددت لك بأي مكان بالعالم أضبط لك وعرف شروق وغروب حق السنة شيء جميل شروق وغروب حق السنة شروق وغروب حق السنة ما قلت لك شروق وغروب حق السنة يوميا أعرف شروق وغروب طبعاً ليس أكرة لكننا أعرف شروق وغروب متى حقي اليوم وين تكون الشمس بسيطا بسيطا أغلب الساعات التي فيها AM PM ثابتة نحن لا نضع الساعات التي فيها نهار والليل AM PM لا تنشي على حركة الشمس الفعلية لا تنفع مثلاً ستة تصير بالليل نعم التاريخ السولر دي الواقعي أو السولر ير الواقعي بشكل عام ليس بالضبط 365 يوم لا فيها وايدي نعم لا وإذا كنت تريد أكثر هذه نفس التعقيدة مثلاً ذكر وايد شهروها أولسنادانسة أوبانرايسة هي التي يضع لك إقواجين إقواجين نفس الفكرة في ذلك أن تقول لك أن الوقت ليس كذلك فأنا قلت لك أن هذه السنة بلس دو صح هذه السنة مدريشين صح إقواجين بالضبط إقواجين فيها 15 دقيقة حسناً يومياً لا لا يومياً سنوياً سنوياً يومياً سنوياً يمكن أن تضيع فهي فرق باليوم فهي تعوض الفروقات باليوم يسمونه معادلة الوقت الساعة العادية لا تحسب لك الفروقات هذي التعقيدة هاي تحسب لك هالفروقات هالمسيضة فهذا هدفه يعني رد على جورج جورج أثر فيه ونأثر في وايدسون على ساعات الكلي تنافس على محبته في المجال بصراحة جورج ساعة اللي كانت سبيس ترافلر كان فيها اللي هو السولر تايم العادي وفيها سايدير يال تايم اللي هو توقيت النجمي فهو يضبط ساعة النجم معين ويستخدمها كمرجع لتطبيط الوقت فالتعقيدات هذي جميلة رجع لك ريوه يمكن أنا ما يعجبني ديزاين هوم ما أدري بس أنا بتتكلم عن ايام هل تشطيبهم حلو عندهم تشطيب خاص بهم تقريبا الوايفز اللي يكون بالداعم مثلش اسمه نوموس كان ولا منو كان؟ نوموس نوموس صح بعد؟ ما أدري فيه ساعة جرمة شنو كان تذكرني هم ساعة بسيطة من بره بس شغلهم نضيف نوموس وشغلهم هنوموس نوموس اذكر نوموس بس الساعة تريد فيها روحي يعني أنا نحاية لمر هل تحسين هوايد مودن؟ هل تحسين هوايد حديث مغارنة؟ مكانيكرو واتش مودن؟ ما أقول لك غلط يعني أوروك 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 انترستنج وما طلعت واو ونصدوم منها حكامت قائد للشركات الصينية أوروك موجلز تقريبا أول أيام أول أيام بس أول أيام ترى موجلز أعرف شوان أنا أعرض الوقت بشكل مختلف شوان أنا أعرض الوقت بشكل مختلف حق الناس فا أنا موقعد أعتقد الشركات هذي كل واحد ولي فضله لأن عندي أشخاص يحبون نوموس نوموس يحب نوموس يعجب نوموس فاوهوس أنا لا أحب أشوف الساعة فيها أروح أحب أشوف التروس أحب أشوف الفينيشنج أحب أشوف شيء الأقيمة بيدي مو فقط المظهر المظهر مهم بس أيضا تبتشوف الأفر تبتشوف أنه تدري أن هذا الشيء تصنيعه مسهل وكانت فيه تحدي وكانت فيه صعوبات وتحب يحافظون أنت كيف مثل السيليكين ترى في وائد ناس كانوا ضد السيليكين يقول لك أن هذا مواد تطورون صناعة ساعة لا أريد أن نستعمل مواد تطور أنت تطور عربة الحصان هناك شخص يعمل عربة حصان أو عربات حصان هناك شخص يرى أن ترى أن تقوم بفايبر لا تقوم بالأقل ليس منطق الميكانيكي الميكانيكي هي أمر تقليدي تقوم بسيليك تجربة جميلة صحيح أن أحب الـ modern أحب MbNF أحب أوروك أحب ديباتون لا أحب MbNF أنا أخذ طريقة عرض الوقت في الهرولوجي ماشينز أنا أخذ طريقة عرض الوقت بس أسوي لكيها وائد حديثة الأساس نفس الشكل كلها موجول بالأخير لديك شيء يمشي لتروس يدللي الوقت كيف تصل إلى العقرب وضع لك ديسك يدور مثلا أوروك عندك دعم ترس يدور يقلب لك شيء يطق هذا يصير الوقت يصير الـ retrograde مثلا يعني أقول لك صح كلامك فيها جمالية عندما تلاحظ فيها عناصر في الساعة أريد أن تتطلع في السماحية مثل عقارب تبيع عقارب لا 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 حتى الـ data graph أنا أحب الكثير أحب الكثير جميلة كلاسيكية كثير لا تقول كلاسيكية لكن عرض الوقت لها ليس كلاسيكية أصدقك ZEITWORK 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 أي خيال أي أصدق ZEITWORK ZEITWORK كان جميلة بشكل تقليدي محافظة عن الروح التقليدية ولكن هذا يجب أن تلقصنا أن تقوم بأرقام بالأرقام بالأرقام نعم MBNF لدينا بالأكسي أحب MBNF MBNF أن يذهب إلى صناع ومبدعين مجال ويعطيهم فرصتهم وعندك بعد من قلنا ذكرت لي بعد غير MBNF ZEITWORK 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 ومحلول الذهب يأخذ آيانات الذهب ويضيفها على المعدن أو يطلي فيها المعدن ZEITWORK ZEITWORK تضع في محلول أيضا محلول قابل لتوصيل الكهرباء بدون أي شيء بمحلول تضع ماء ملح حلو؟ وعلى حسب الفولت يتغير لون والأمبير يتغير لون وسهل جدا وعندنا نعمل ساعات من ZEITWORK لهدف تكوين ألوان كثيرة يعني فيه صانع ساعات يعني ما شاء الله يعني يبيع بس أول عام يفعل موفمنت يعابة زاهب يطلب دسكات من المصنع دسكات تايتينيوم وكل ما يفعل لون وبوليش وفنش والدسك ما الوقت أو الشابتر رنج نفسه ما الوقت الفيقام يقصد بلايزر وخلاص منه؟ ما يسمونه؟ سرورة بلارد وما قبل ما الآن تطور حتى تربيون بس أقل مو مالك بس هو تعترف قال أنا استخدم موردين بس شوف يعني حتى ستوري 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 أو ستوري ستوري أو ستوري ما اسمه كان نرجع على أول سؤال صار وائد تجاري عشان يقدر يطلع فيه لأنه إذا بيخلي الموضوع أنه أنا كل داي اللي بأسويه وائد صاري يصير يرد نفس الموضوع يصير بعد مشكلتك أنت إذا أنا علي طلب مني وعلي ومحمد هذا الثلاثة يبون مني ثلاث ساعات بالسنة أنا أقدر أسوي ثلاث ساعات بالسنة أنا هذا الموقف اللي حطيت فيه أنت تلبس قبعة البزنس وتدير الموضوع كبزنس ستفشل فيه كصانع ساعات تديرك كصانع ساعات بحث ستفشل كبزنس الصعوبة أنك تكون بالنص أعرفت أكون صريح معك يعني أنا واحد من الأفكار ليتني أني أنا راح أحاول أصنع شي يسوى زيادة أكثر وتعقبيه تعقيد شوي وانت قلت لي آخر مرة فرنش يقمال برجس وهذا أثبت أنه عندي القدرة لنفسي أول شيء بعدين للناس بعدين أخذ موردين بس حتى الموردين تعاملهم صعب يعني ما قلت لك يتعامل مع خنقول ابن بلد غيب متعامل معك إي كنت يشوفك دولار ساينز أو أنا محدودين طلب أيضا كبيرا أو لا أو لا في بعضهم يواعى أدري فيهم أو لا أو لا في بعضهم يواعى لأن الشركات الكبيرة يقول لك مثلا هنتروح لك شركة تقول شوانا أنا أنطر سنة على ساعة ستيل ولا أدري أن أنت ما تسوي الدايل يقول لك أوك بس أنا أطلب 100 دايل هذا الاندبندنت منهم موزة ورمية يقول أنا أطلب 150 ساعة بسنة كلها ريشفوند يطلب 1500 ساعة دائما يصاكرون الكبار أو أنا؟ هناك صارع ساعات ياباني أتكلم عننا في آخر المقابلة في هودينكي تسكاتي دورون لا لا ساعة 29 نوهاي 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 لا نحفظ نعم لا نحفظ هذا عجيب انجريفد لا 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 ناكاكاوا شيء موجودة بالمقابلة نعم الساعة ميناء يطلب من بره زاهب عقارب عارف المصنع يسوي في العقارب مصنع ياباني والمصنع يتعمى أكثر من واحد يطلب العقارب نيحق الموفمت هذا هنيصا عندي مفارقة أدن فاوشير أو شيء شديد كالمصنع معروف كلمت أي كلمت فاوشير كلمت المصنع ودعلي بسلوب غير لائق صراحة قلت له أنا أبي عارف المنم أورده طبعاً أنا أكل لك مصانع وايد أول أيام أبي مصدر حق الموفمت فقلت له أنا أتعامل وياك مثل ما أتعمى أي شركة ويا الرابع وشركات الشباب متحامل ونطلب من عمر الدنيا نطلب إحنا من بره أقراض ونطلب ممكن من قبل الله حتى يكون في شركات شحمة كويت بسيطاً وسهلاً شكراً قريباً مين يقيمي؟ مين يقيمي؟ مين تتطلبigence؟ مين تتصاريات؟ ونطلب الموقف بسطة كامل يؤمن من؟ من أنت تكتبيني؟ من أنت تتكتبيني؟ أدعي، أصبح هناك مكالمة هاتفية وصبح هناك في فورتش فهذا كقاوو شيء الياباني، ماذا يفعل؟ يأخذ عمومة تسعين دينار تقريباً لألف وهو ترى.. تايم أولي تايم أولي ميكرو روتر حلو؟ مبالغ ماذا تعملونا ترى؟ لا أدري إذا هم مملوكين الفي أو مملوكين هكذا بالضبط، لو تتخيل شركة مملوكة مثل هالكنغلومرت أو الشركة الضخمة لأنه لا يريد عليك بالطريقة وهو غريبة يعني فطلع هذا الشيء، لم تتأكد شيء، لن تأكد شيء من المتديات أنه يطلب بـ 15 مقامة من المقامة بالمقابل يبيع الساعة 8-9000 دينار تايم هذا اليابان؟ ماذا يوجد هناك تسويق؟ ليس تسويق، أنا لا أستطيع للمتري لأنه يوجد 15 دينار المكاين ويقول الساعة المتيلة ستطلع إياك كلها الساعة أو المجموع مالك يطلع عندك سنقول 65 دينار السفمار التي تضعها على ما تيمعها تركبهم وتبيع 3-4 ساعات بالسنة ماذا تسوي؟ نفس المشكلة، أنا لا أستطيع أبيع وإذا أبيع وإذا أبيع وإذا أريد نحترام حكي الشركات الغليجية دائماً هذا الحل لأنه لا يستطيع أبيع يعني نحن عندنا بالجانب التجاري سنقول من توصل سعر معين، أنت تنافز الباجي في هذه خيصة يعني أنا لا أستطيع الألف ونصف أبيع مقارنة بانرائي، خلاص، أنا أشتري بانرائي وخلاص صعب وأنا أجرب البراند فلاني هناك مشكلات هناك مشكلات دفنيش شوف، لدينا مشكلة نحن عندنا بفوق الـ 1500 بس تنفتح معاك تنفتح معاك وفي ساعات مثل لون جينز ترى براند وهايد تحريق وهايد جميل يعني براند وسيرفرس وزولو تايم وهايد حلوة صراحة صراحة بس ساعات هل تنفتح سبعمية ثمانيمية تقول أزيدها أخذ توضر؟ هم توضر ممتاز؟ أزيدها أخذ لي مثلا سأقول أي ساعة ثانية بها الرينج عرفت؟ أنت رولكس متاحة لك لا تشتري ساعة رولكس 2 دينار تأخذ أو 3 ألاف مثلا عادية باسيك هناك زمانات الأيامية يعني كان ديس بليز فور سيل هلو كان سعار عادية لا تفكر بيع عشرين مرة تقول لك الـ 800 هذه بين الـ 1500 و الـ 500 دينار مشاكل هذا الضبطة يعني نصج وايد أسهل تبيع بـ 300-200 دينار فهم نفس الشيء إذا أنا بديش كتجارة أوك أنا أحب الساعات وأسوي شركة وأبني براند وأنتشر بس ما راح أقدر أسوي شيء فعلا أقطع عليه فلس فرح أسوي بـ 150-200 عشان أقدر أعيش يعني هذا التجارة أنا أغلب تجارة اللي قاعدت سير بالخليج من البراندات اللي قاعدت سير بالخليج صراحة أتمنى أنا كل ما أشوف راح أطل البراند تتحبط بالخليج واي تجاريين أخوان ويبالقون بلي سوونه يا أخي يعني وفي شاء الله تسمعتها عن طريقكم وأنت أنا ما بيتكلم وأقولها هذه كمحب ما أقولها كناقد فقط للسلبية أخي استثمروا في الشباب ترى تجاريين أنا ويبالي يكلموني أن بنتعلم أصدقاء ربع هذا أنت عندك استثمر يا أخي حط لك قاعدة علم فيها الواتش بيكرز حط لك مدرسة ترى الواتش بيكر اليوم اللي يأخذه كراتب في السويسرة ترى يعاد الموظف عندنا مهندس هنا إذا كان شاطر في بجارة شاتي خمس سنين يأخذ مايكرو ميكانيك الأنجليري عرفت؟ فاستثمر خليك شوية مبدع في تصنيعك لا تقولي سويس ميد أنا يطفرني واحد يكلموني يقولك سويس ميد أنا المكايل عندي سويس ميد مضطر لأنه هذا الموجود وهذا الكواليت المطلوب بصراحة لماذا لا يحدث عندي أخي نقول ميدان كويت ميدان the UAE ميدان KSA ماذا يمنع؟ يعني أنا أخي نقول شخص عادي بس أصلك السؤال الحين لو يقولك استثمار 300 ألف دينار حق بزنس وايد مو شوية وايد بس بالمنظور العام لا بس هو شيء من الأساس لأ خنت تكلم بلك تبطل مشروع تدفع 60 ألف فقط مطعم 60 ألف تدفع لك عرفت؟ تبطل لك قرارات تدفعك 30 ألف دينار بشي عادي تبطل لك بالتحت شنتها قريب تشط في 100 ألف صح؟ بس تفتح بزنس سأقول لك انت مقدر 300 ألف ولا شيء بالنسبة لك سعر ساعة ايه هذا اللي بيبتع بزنس عنده قرب الفورسة وخالص ما هذا قصدي يعني اللي بيبتع براندات بعضهم اللي بيبتع براندات عنده القدر انه يبطل مصنع كامل مو سهل صاحب بس يخيص تقتولي من بره انقل المهارات هذي بس أو حتى لو تصنع ابدع بالتصنيع بس هذا قصدي فبالأسف صغير التجاري جدا الموضوع شخص شيء احنا يوم يعني يوم قال لي علي ان كنت وايد حريص انا نقعد لانه طفت هذا اللي انا وايد كوميرشيل انا وايد ايب اي شيء دايل وحط اسم واطلب الكيس لفلاني فخنسوالوا في حالي فيديك ولا ما يسر نسوال في اليوم يعني من اول سؤال سألت او مو احنا سوالفنا بشين داشينا كان على موضوع يعني انت الحين من اول ما سوالفنا من قبل قبل انعرفك انت سلمت حك شخص ساعة لا وفي سبب اخاف اسلم احد ما قدر البيع طلب احد ثاني فانت مسكر الباب وخلاص لحد الان مسكر الباب انت لقالك حل لما ألقالي حل لما ألقالي طريج اننا ما قدر حافظ على الجودة وقدر اخلي جزمه مصنوع بالكويت مقبول لحد ما والقالي مورد قدر اعتمد عليه ما يبالق اياي حلو واقدر اصنع عندي احد تساعدني للتصنيع واوصل حق ديزاين انا احبه يعني بصراحة الساعة اللي وردت خضره اللي في ذاك الفترة والزرق بغيرها اول سيلفر وانا ملول وانا ملول هذه الساعة خلاص اعطي سويها انتكلمتني قبل فترة باستقرام قلت لني ابي بارت 2 رديت عليك ما اذا سمعت الفويس وانا قلت لك بيوسف انا ما ابيعي ايدي فاضية ما ودي ايدي فاضية هلو وما لقيت وقت الفترة طابت ان اشتغل لقيت بس الشغلي كان على المهارات مو على تصنيع الساعة ماذا نتعم مع الفينشينج ماذا نسوي انجلاج ماذا نسوي كذا فقط تاخذ شغلات معينة تطور من نفسك فيها ايو ترى الكلما تمسك معاين تقلت لي ليش ما تفكر تسوي الفينشينج التشطيب حق الماكينيك ترى ماسكة معايا يببت مايكروسكوب مع القياس وقاعد حاول لقيس اماكن الجولز وهي بالسماكة واذا ندخل في طريقة تصنيع مختلفة عشان اسوي الجسور هذي على الاقل حاول تسوي الجسور إذا قدرت عشان بس توصل مرحلة مقبولة عرفت ماذا رح توصل موف انتلكت تبي تفتشتها على الاقل يعني يكون الـ DNA مالها الـ DNA مالها يكون اوكي مبني على موكتب اي تي اي ترى اي تي اي مايعيبهم ترى ساعات يعني سنوات ترى من استخدامها ففي عندك ضمانها تتصلح وتحمل وغلا فعلى الاقل نسوي برجوز بأمور هذي بحاول فما صر نعت ساعة في يوم تواصل معي علي بعدك قلت له والله ما نراتكم ترى كنت في اجازة قلت له والله ما نراتكم قلت له والله ما نراتكم قلت له يا جماعة الشاب طالبي من المقابلة ما رح روح يدي فاضية لازم اسوي شيء انا زيش تسوي نفس الشغل غديما قلت له ما لازم نغير قلت له مواد وطلوب شغلات لازم نسوي شيء جديد فوالله اشتغلت على الويكند ثلاثة ايام اول مرة بحاجة تسوي ساعة ثلاثة ايام العادة ساعة تأخذ مني أشهر نذكر ايام لان هذه الأشهر بين كل عشر قطع و قطع تسعة أستخدم واحدة هالمرة حاولت كثرة ما أقدر وكان فيه إقراءات وكان فيه مشاكل بس وصلت حق شغلات ما سويتها من قول يعني الساعة التي نلابسها أنا سنشرح المينة المينة كان واساسا نكون نحاس ومنطلي فضة عن طريق نايترات فضة ومع الاحتكاك يتم طلاء المحاس ويقلب فضة هذه الطريقة تستخدم في الساعات الحائط الكبيرة القديمة والأرقام محفورة ومعبيب طبعا في يسمون لكر بلاك شلاك انجريفين واكس حلو والهاند طبعا حاولت اي بلون مختلف حلو او اكتشفت لون مختلف اللي هو بعد البلو اللي يكون هنقول غريش بلون حلو ومادي على أزرق عشان يمشي مع الثيم الساعة ايه فكان هذا الهدف لحين بروتوتيب لحين تحت التطوير يعني هذي كان تفتشت اسبوع الياي تقاط 3-4 شهار تقاط منها ورقام عربية لانه في شاب يعني تعلقوا هايد قالوا ما تقلل أرقام بالساعة كنت سمعت كومنتات ناس كالليمونيو وهذا وما رح سوى أرقام انجليزية يمكن بس ما ودي هلا ها أرقام آخر حلقة كان كنت أتمنى هذا اللي يصير لانه عقب ما سوى الحلقة نحن يانا فيدباك أنا أعطيت رغمك حكي شام شخص صح انه كنت أبي أحد وأتذكر لماك صاحبك لديك أنا يقول لك انه خلص لي ساعة نفس المبدأ اللي اتبعتها معايا متحداني القطع اللي ما تضبط ما أقطها يعني عشان تزلق وايد قالها على الجم فبنهاية الويكند ظل عندي قطع مو راضي فيها بس كنت خلج مع شي خلج مع شي لا مو هذا المجال ما فيه استعجال في الاستعجال راح تخطئ وتتشوف شخص واحد ما صنع يسوي شي واحد حتى لو هانت فنشت تخيل انت انت قاعد تشقي مكان سي انسي وقاعد تسوي تصميم وقاعد تحسب الحسبات وقاعد تسوي وقاعد تسوي والفنشن والتشكيل والسايزن عرفت؟ هذا كل ما قاعد تسوي بروحك والانجريفن والفلن والتريتمنت ما تقدر تسوي بسرعة طبع انا ما بالغ الويكند قام ثلاث يام هاي 12 ساعة ب12 ساعة ب12 ساعة طبكتهم اليوم تقريبا 12 اوار وقاعد نصورها ونحطها على الأقل صورة صور اذا حلوة صورة ايه بعد انا تقيمون انا تقيمون الشغل انت بعد ما شاء الله حتى من ناحية التصميم انت قاعد تصمم يعني ما قاعد لاحظك تاخذ دايل معين وتسوي نفسه وتصميم متعب انت الدزاين بروحه متعب ان شاء الله تكون ذوقي زين بالتصميم ما ادري بس التصميم بروحه مجال وتصميم على فكرة انت لا تصميم مساعة لازم تحسب حسبان التصنيع أو تحسب حساب التصنيع ما يصير لأصمم مساعة عاجبتني شكلها بالرندر او بالبرنامج ما قاعد نطبقها ما قاعد نطبقها ما قاعد نطبقها ما قاعد نطبقها ما قاعد نشكلها استحالة لدي دزاينارات بالكمبيوتر تشوفها ترعيون بس اقولك هاي مستحيل تصنع لا عندي ولا عندي غيري هاي برنامج تعمل هاي تصميم انا استخدم قبله CNC طبعا برنامج هذي اللي هي عندك Fusion 360 معروف شاب مهندسين عارفون اكتر شي حق الكاد تصميم وحق الكام اللي هو يترجم التصاميم الى لغة CNC واستخدم برنامج اسمه KeyShot حق تلوين الساعة ما الرندرينج يعطيك شكل السجل الساعة وعندما تكون مرحلة هذا الرندر شوف الحاطة الحب الشاشة مو صد جيل موهند ايه لا لا ايه هذي الكمبيوتر بعد ان تم تلوينها برنامج وضائتها فاستخدمت البلامج هذي وعلى قولتهم يحاول يشوي شيء مقبول عند الناس لا والله ماشاء الله عافية وعنا بقيت لك من اول مرة يعني ما وعندما يبدأ حب ويهك وحتى علي قدل كنت كثير حريصا لانه لانه صح حواية ساعات حلوة لكن قلل اللي يجشون بهالعمق ونتحجب المواد وشنه سوي واساس الموفمنت وايد ما اخذينها يعني وكل واحد هوايات من هنا تخذين هوايك بسيط وانه كشخة شيء يلبسه وشي حلو وشي فيه تاريخ وقطع اقدر احافظ على هذا وهذا هدف اساسي الفكرة العامة انه مجال تطور الكويت تدري انت يعني احنا واحد منه طفل يحب الساعات ترى حلو لما يكون عندك هبة ساعات بسيطة يعني انتم مثلا بطلتوكم ما شاء الله محل صح؟ وماذا شو الوضع حاليا افتتحتو رأس بي ممتاز الحمد الله بس ان شاء الله ان شاء الله نهاية الشهر هذا ان شاء الله احنا نحط الفيديو بس يعني نهاية شهر واحد بس حلو التنوع عندكم بالبراندات بصراحة يعني شفت البراندات عندكم الحلو لا اخذ شيء مينستريم تقليدي صراحة يعني حتى لو شوف تاخذ المحل اموز التسويق يعني لو تاخذ المحل واحد جزء منه شنو احنا نبينشوف يعني احنا قبل بالكويت ما عندي مكان ادشة وشوف اه شون اكسيسيريز انا اقصني ستراب انا اقصني بوكس انا اقصني شذي بظه ابي اتشوف البراند الصغير اللي وتدري ان تاخذ من ناحية تجارية ترى حتى انت تقول ثلاثمية ترى موائد للناس ونقوم عالم الساعات ونقوم بالله يكيش لا موائد وحتى اللي يشتري المعين ويفهم انه اوه هذه ترى اول ساعة من كرونو وشون الفشيرز كانوا انا افهم الساعة اوه ارصتش هذا كانت 1962 ونقوم بساعة بس الباجي بشكل مو حلو لماذا كرونو هلون سويت تعاون جديد على كرونوغراف التي قلت اذكر او قلت ذهبي حاولت تعمل ذهب لم تضبط معي حاولت تعمل ذهب لم تضبط معي لا تكون سودة لا تكون سودة مع انغريفيك ذهبية بس كثير من ثلاثة ونرجع صح كلام الناس عبالها ببيع او سهل ببيع ترى مجال صعب تبيع فيه ربع سرورة ترى اعرفك بيع بالخليج بس ترى اخر همي الخليج اذا اتقلت فيها كتصنيع صجي ترى بيع البرا برا الكويت اسهل برا يقدرون السوق اكبر السوق اكبر السلع اسهل تشحنها ويقدرون مثل ما قلت اكثر ويحبون الحمدلله اللي صار بالسوق هالفترة هنقول الهبة الكبيرة والسوق الاندبندنت كنت اشوف كنت اشوف وائد صغار يطلون بروسيا يطلون فرنسا وحتى الشركات الكبيرة اكتشفوا ان ترى هذا المستقبل في البي مثلا يوسوا مسابقة فبي جون صار لفترة وفي البي حتى عاموا مع كريفيا بس شفت الفيريش مال البروت تايب لا ما شفت مال حق مال حق يمكن لو تسأل انا ترى الفيريش جدا سيئ كام مال البي جدا سيئ انا مال من اقلل كانوا وايض مستعينين فيها جدا كان في شيء يطلعونها كانت سيئة بس صار عندهم موقف انه لازم يطلعونها فكانوا ايه لما تشوف الكيس سترى هناك مثل ما تقول بليتشيز او بلوتشيز على التروس ومبلمعه ايه ظاهر ظاهر استعينوا فيها لا يقدر مني بس رجب ناجح بس هذا الحلو ان انا قبل ترجع عشر سنين فلوب دفوع لم يتعطي رجب لم يتعطي رجب كانوا بالغصف وفي حلقة رح نتزلها حق عباس بحضهاني وحمزة عباس من عمري كان يروح معارض من ثمانينات لليوم كل معارض ما شاء الله لازم يروح سويسرا ولا بالخليب وحمزة اول واحد ترسمعنا بالفودكاست قبل لا تصوروا ونذكر كان سوى ثورة كان اذكر اول مقابلة عندكم سوى ضجة فكان قاعد يسئوله على الاندبندن قال كلهم يبون بس تكفى اشتري اكرايفيا على فلب دفور على ديباتون على أورو لانا محد كان يغدر الان شركات كانوا تغدر دعم قاعدين من الكبار وشانال قاعد تشتري من رومان قاعدية شرع عشرين باليمين المشاوى حطوا ايدهم رومان عانى فترة طويلة اكرايفيا كان شقال مع من وكان هو من السبورت يالله من شانال سوى لهم الجومبنج منوتمت شايف الرجالية كان شقالت لي مع فلب دفور ولا أنا قلطان ايه رفيدة ايه نفس المكان يشتغل على يتعلم منه بعد وائد شغلات ووائد يذكر ايه يذكر وائد حق فلب دفور بس لا لا وكلهم انا وكلهم اصلا يقولك ليه ان يمكن فلب دفور يالله يغطي اللي كان يعني سنين وائد ماكو فلب دفور هو واحدة يصلح حالة مواقب معافة بوظف احد عنده كل ما ينحش بس انت تبي ساعة منه؟ لا يعني لماذا؟ لاني انتقاد حتى يعني واحد من ربع علي يوسفر شي تكلمني قال لي انت في احد يقول المكينة فلب دفور ليس اللي هي الـ ETA 7001 ها انت هذا اللي قلت انك اساس ايه كاساس حقها ايه كاساس حقها قلت لخزين خلنا نأخذ نشوف تحقم الموضوع لنأخذ صورة موبمنت العادية الـ ETA حلو واخذ صورة موبمنت ساعته وحطهم في برنامج التلفون عادي واحدة عادية والثانية سويتها شفافة وحطيت ميون بعض وكبرت وصغرت وتلاقوا او ما كان الجولز او ما كان الـ او ما كان الـ ما يقدر يعني ترى ما كو غير جورج وحتى برقية ترى ما كان يشتغل بساعات بيده يعني يسوي بس ترى ما صنع برقية ترى جورج كان من القلة القلائل يعني ترى او من اللي استمروا من ايام قبل يسوي المصانع ايه ما تقدر ايه تريدك معلوم غريبة على الساعات ويستخدموا حتى الكوليكتورية تقول ليش اغلب براندات القديمة لوقواتها او اسماءها مكتوبة بالفول كابس او مشربك عشان جهازة لان كانوا يسوون الستامبينج عن طريق hand engraving بعض الاحيان او يسوون عدو بليد على الساعة مباشرة الانقريفينغ لا يحدث على الأحرف الإنجليزية صغيرة راح تضيع الملامح ويسر على مشربك ويسر على حجامك حروف الكبيرة هذه المعلومات اللي أنا دورها ساعات في المجال هذه اللي ندورها هنا ترى الناس تشتغل الساعات تكسر تجارية الهيستري التاريخ مضلل مو واضح أنت قعد تتكلم متى طلعت الساعات أول قرن السادس عشر يمكن سكسين سنتري تقريبا صار في مبدأ شيء اسمه ساعة حسنا كم كتاب ينكتب في المجال لحد الآن عن صناعة الساعات آه ما أعرف اللي يحضرني ترى بس كتاب جورج وانرد عليه اللي بتعلم خليش تيكتاب جورج ترى كل يقول وإذا ما سمعت منه ايه بس كتاب جورج ترى كتاب جورج ترى كتاب جورج يفرر فرضية انك انت واتش بيكر متعلم في مدرسة تعرف الأدوات تعرف التولز تعرف البراندات تعرف التكنيكس لان نحط البال كتاب جورج يصنع ساعة يعني مثلا الحين لو أدري صرعنا خمس سنين في صناعة الساعات كنا ما قدر سوي لسوي الحين ليش لان المهارات استخدمها في التصنيع الآن مختلفة المهارات تألمها في مدرسة أنا قاعد استخدم برامج تصميم CNC طرق تلميع حتى وستب وستب اللي طلعوا منها FBJORN وغيرة وهذا وكاريفو تلعين كل يناجحين FBJORN ترحل مهم مبادئ بعدين ما يفعلون يتعلمون على تصليح الساعات الفنتج تصليح الساعات الفنتج يفرض عليك تصنيع قطع مكسورة بعدين ما ترحل في التصنيع فهذا المجال يحتاج لي سأقول انكشاف أكثر كم علومات بس بس يقول لك الجانب التجاري يقول لك الناس لا تريدون يعني أنا أعرف الكتيرية ما شاء الله يشتري بس لما يقول لك أنت تدري لماذا هذه 80 ألف وهي تايم أو لي لا دوالتي مثلا في FBJORN فلدفورلا حلو شكلها ساعة حلوة FBJORN مثلا مهم صار مدري فلدفورلا قلنا فلدفورلا قلنا فلدفورلا مقعقل قيمة فلدفورلا لما يقول 7000 وحدة منتقد أو تكلم ترى قاعد أحاول أوضح الناس أن الواقع يعني لا تسوي لها موضوع رومانتسايز بهالدرجة بس فلدفورلا الفرنش ما هو أسطورة زياد على نزوم هو اللي صار آخر ثلاث سنين موضع به حتى الريتيل صار مليون يعني هذا نغاش تتعلم رقع سؤال في مواحد تتعلم كم أسعار سؤال أسعار الريتيل من فلدفور وروجر سميث اللي هذول وعيد ومع ومع ضاعفت 4-6 ضاعف فلدفور الآن مالتا ريتيل 1.2 مليون ريتيل أنت كنت تتبيح 20 ألف في كويتي صار 30 صار 30 صار 30 أنا قع شمساعة قع سيوي بالسنة أنا كان سؤال يعني في فلدفور أنت قلت لو يوظف أحد يعني نحن مثلا أنا شريت ساعة في فلدفور في ناس يقول لك في ناس متأملين بعد عمل طويل أنه فلدفور يموت لأن الساعات اللي رح يكون في حقبتين حقبة فلدفور في حقبة بنته بنته تتعلم بس هل ستكمل لا أدري مفروض تكمل خلنا افترض أن تكمل فأنا شريت منه بمليون دولار أمريكي والحن هو عايش فهو جاس خلنقول معنا في ناس يقول ترى مو يلقع يشطط بالحين بعد خلنقول شطط بساحتي سلمني بيدي هو التوفى يت بنته هل بنته تقدر تحافظ على نفس الأسعار التي تعمل هل معقول أن أشتري ساعة ساعة من فليب دفور تاريخ 30-40 سنة قيمة 300000 دينار سيكون شكرا أتوقع سيتحول براند كما موريس كروزمان موريس كروزمان تعمل موريس كروزمان فترة طويلة لكن ما تعمل ماذا تعمل سيو و الأونر هي كريستينا قابلناها كريتب و راقب تصنيع و ألقب هناك مبالغات بالماركتنج لأن الهدف الذي قمت هو نفس الهدف الذي قمت على ساعة الآن وهو فريكشن بلايت سيلفر فهما قمت هول وهذا طبيعي يعجبني أنه لديهم ردت على التصميم هل صعب تحصل براند عنده تصميم خاص بيتر الهوية هذه الهوية يعني هم اشتهروا بالأكار والأوية ضعيفة يبدعون بالجرمن سيرفر سيلفر حق الدايل حق المينة عندهم صارت روح هذا فبي جون فبي جون صارت علي حجي شوي انه لم يستغلون اصلا مو بس لا 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 شخصيا شخصيا قاعد يسوي مشاكل عرفت هل تابع متجانات انجليزية لا قبل كنت ادش على الأمور الفنية نشوف مثلا نيكو بيوتوب اختبال شوي نشوف مثلا اللي هو ما اسمه اندرو من انتقول هذا انسايد انفرميشن ترى الأغلبية ما اعرف ان الفبي جون صار لبني يورك صار في المشكلة شنو اه ادرينا فيها اقال عنصرية اقال فيها وهذه مشكلة انا اتكلم بعض العجانب عند اصدقاء اجانب السويسريين فيهم بالمجال هذا يعني جورج قليل كان عارفونا جورج قليل عارفونا لكن تكفر لابدت سواء اعتذار هذا كان صح بس اللي يعني ما كان في مجال لكي يعرفونا يعني الميديا اختلفت على الفبي جون وفبي جون عاش الحقبة اصلا في ناس يعني يحظمون الفبي جون انت متى صارت الساعات بالخليج والعالم ترى يقو بانستجرام 16 17 سوف نقول انا ذكر وانش هو اكثر واحد اعطان ورانا ساعات يعني ما كلا شايفينها يعني تكفو يعني فرانك مولر مثلا بنسبلي فرانك مولر يعني مو فرانك مولر آسف ريتشاد مل اختراط في شكل عندي فرانك ريتشاد مل حلو ريتشاد مل تكلم عن ساعة يعني ساعات اذكر ذا كان مواد مالجعات وسعار خيالية وهي هبت ساعات اللي خنقول ما تلجي ملجي القادم خنقول ما بيقول جيل القادم خنقول الكولتشر بو الهيريتج ساعات تابعة الكولتشر الحالي لكن مو الهيريتج الحالي اذا بتصنفها هل تقدر تقول ريتشاد ميل سوال خنقول لايفستايل اكثر موضوع نانا ساعات نانا في نادي معين اذا بيكون جزء من هذا النادي اذا بيشوف اخلي الناس يشوفوني في طريقة معين ألبس رجل ما ألبس من تريبيتر من فتك 130.000 دينار لا ألبس كاربون ضعيفة الموفمت بوشر وعيد بسيط 9000 دينار مايكرو روتر مصنوع من كاربون هذا أمر محجب ترى رحي يذبح الكرافت الصجي أو الكرافت منشب الصجي في مجال الساعات لأنه قلّوا كميّة اللي استقمع القيوشي قلّت يعني واحد يقول ما تستودها كامل تسوي قيوشي صج قلت لي بلي مكينة ما يعوني يعطني شهر ذا ما تعلم تخذها بس يبلي مكينة قيوشي تبلي القديمة تبلي مكينة حتى الصغار حتى الستريتلاين أنجل اللي أصغر اللي تكون معا في مكينتين في روز أو روز أنجل يسمونها قيوشي في السيركلر دائريه وفي ستريتلاين ما تلقى ما تلقى سحر خيالية سكراب وسكاريب وحدايد وبسويسرا وبداعوس تعال انتخذها بوزنها طنو نص حلو يقول لك بسبعين ستين ثلاث عشرين ألف خمسة عشر ألف ما تقدر صار الوضع الحين وخذوها المصانع كاريب وتعين صار شاطر في الدايلز كاري أشطر واحد البزنس فيهم ترى وائد سوى بزنس شاطر بس يعني هذا هو صار وائد تجاري لأنه اسمه بوائد شركات بس ديزياناته مملا صارت ايه ملا شوف ساعاته هم حافظ على عنده الروح الهانز تحس الدايل دائما من أكثر من ساكش يعني ايه ساكش فعنده روحه وعنده فكرة بس صار انه اسمه تجاري انه اوكي اسوي لك دايل تعال عندي شركة اللي املكها اسوي لك دايل وحط باي كاري فتصير من ستة الاف قد تصير هده عشر اثنان عشر لان انا سويت وشي انا سويت الاناملين انا سويت الاناملين وانت وانت قايم الساعة هذا يرجع لك كالكولكتر نهاية لمر احنا اعني انا صانع ساعات فعلي تران انا بعيش اكتر تقدير الكولكتر بعد ذلك راح اكون هواية لك ثوال اقل ارادت يرفوع كالك صانع ساعات هو الكولكتر بس اتمنى الكولكتر تصيرون واعين اكثر موضوع مادئ فقط بس هذا اتمنى انا رأيت الناس قابلتهم ومشاء الله عليهم بحر وشمال الناس حتى لو لم لدي المعلومات الكافية والوافية عرفت المجال اعرفت يعني فأتمنى ان الشباب اللي يفكرون قبل الشراء خلاص بس صانع بلينا عرفت يعني اعرفت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دعنا ناخذ اخر سؤال لا ادري كم وصلنا كم دقيقة تطول ايه ايه بس ممتاز دعنا معنا شي انزل انا عادي اقعد عادي مقابلة انا بالعكس انا ما عندي شي اذا لك الخيار تشتغل تدري تدري تاريخيا شون كانوا يصرون ساعات لازم يكون عندك واحد واحد تلميذة منو تشتغل مالحين او تتعلم منو تتعلم صعب الجواب اه اه تب يسهلك واحد تعلم منا 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 و ايديا واحد تعلم منا فن والله صعب الجواب اذا قلت لك روجر سميث روجر سميث ممغطي كل النقاط لان تشطيب البريطاني البريطاني موحلو كشكليا كشكليا بريطاني موحلو مقاين عدل بتكون تعقيدات مانا تعقيدات وعيد يعني يسألوا لماذا لم تفعل ساعة التماتيك يضحك ولم اعرف ساعة التماتيك هذي لا تحط بالباكم ترى لا احد يعرف كل شيء انا ممكن انا اعرف ساعة كثير واحد اندخل بالأكثر مني والله ما ادل ما نقول لك لان هي 18 مجال حاولت تبسط لك موضوع يعني كروسمين ذكرناهم فاذا هل تريد تعلم بالدايل وشغل هل يريد تشتغل معه او لان جنهاين لا انا اشتغل مع شخص اخ وصانع صديق وليس شركات يعني جواب صعب لان كما لم يزعيب وهذا حل السوق كما لم يزعيب يعني بتقول لي بالفرنشين باقول لك في الفرنشين حق الموضوع باقول لي بالدايل يمكن يقول لي كيري او موريس كروسمين حق القيوشي الى حد ما لما خب نظبا بتقول لي بالموضوع باقول لك يمكن قربة فصي حلو الى حد ما لانه دقيقين بالفنشي مع الاسكروز و الهذا بتقول لي بالترديشن الواتش ميكين الى حد ما حلو باقول لك روجر سميث تمام يعني تقلق عليه حين انجريفت وهذا انجريفت فالمجال متنوع يعني يمكن الشباب اللي يدد خنقول ويحتاج على فكرة تحتاج التعلم من شخص ممكن مو مجال الساعات بعد بالتعقيدات لانا الآن التروس تغيرت قبل الاستخدم أو قبل مصانع الساعات تستخدمون شكل الترس يسمونه سايكلويدل مزين الحين صار في تروس يديدة وشارات يديدة فهذي يمكن هذا العائق الوحيد لان كنت التعلم يديد بالاندستري فأنا فضل اشترا عندك ثم واحد افتر مو عشان اتعلم ترى عشان عشان الاندستري مو شرط عشان اتعلم الاندستري صندوق اسود ايدي حظ انا ما اقضر ما اتعلم اتعلم لا 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 اتعلم 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 عشان اتعلم اتعلم وشو نحتاج اتعلم 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 بأن اختر بعلاقات صار باي طلب عليهم هاذا اشكائية بس ازل ساعة بخاطرك ساعة احط عينك عليها اقدر اشتريها ولا ما اقدر اشتريها فرق لاثنين يعني شي اوبن بوجت اوبن بوجت سبيسترافل جورج دانيلز انت فتحتها واقع فتحتها جدا ما في ولا واحدة ايه 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 اه رحت واي شي عملي لان اقولك شي كل رجل يحتاج ساعة بلستايل يعني يغطي وعيد نقاط ويحتاج فيها كوالتي وعشان يوريتها بعد عمره الطويل لازم الرجل عنده ساعة يعني ترد جدا جميل واحد بعد عمره الطويل يقوله ساعة ابوي لان الوالد رحمة الله عليه عنده ساعة بسيطة لكن كان فيها اسمي مكتوبة لحي ما دي شوانك تركات من الاسم العربي عرفت فحلو يكون عندك شي ممكن انت تورث الأجيال القادمة وهمش يكون فيه جودة فالساعات فيها جودة الآن وقيمتها مقابل سعرها زينة اوميغا وبالنسبة ليان تودر لان تودر تعطيك جودة رولكس من غير السعر المبالغ فيه وانا ساعتي العملية اليومية سبيد ماستر وبلاك بي سبيد ماستر كانت اعلى ساعة تم ذكرها بالجاوب ان اقل من 2000 اختاروا ساعة كان سبيد ماستر لكن سبيد ماستر ترى ايضا مشكلة فيها ان كبيرة انا 40 بس خلاص قام يموت هالمقاس انا ساعة 42 اريد ان انزل المقاس بس طبعا هذا قصة ثانية هذي ويحكمك بالشكل بعد ايضا ريفرسو هم ريفرسو بس طبعا ساعدي اشتريها ريفرسو اعرفت هل تحب التراديشنال سيمبل تقلبها؟ لا 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 لازم دوا فيس لان اتسفن واتش اصعد للعشرة العشرة بسعر 1000 يعني لي 10 تلاف انا لا لدي خبرة وايد بس كل 10 تلاف ديش في الساعة بس طبعا ديش في موريس كروسمن بس طبعا بس طبعا معقولة ديش في الساعة تخذك شي مميز اذا تبع شي مميز تبع شي تقليدي تبع شي تقليدي بس تبع تقليد روليكس بس طبعا مو ضد روليكس ما عندي مشكلة مع الروليكس الكالكترية اللي حب الروليكس ساعة زينة وجميلة وكل شي فيه بس طبعا شنو اقوى كنبليكاتش شفتها من روليكس سكايدوالر تكفى هما صج محافظين انها طبعا يمنزلوا الدراس واتش مراتهم الأخيرة ما اسمها؟ 1915 شي تذيه؟ ايه كانت حلوة بس قدر انها لا يكون لها يسوق انا لا احنا لا تتحد انا لا ادري اذا اوصلوا بس طبعا 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 هذا الدلماء بالموضوع أجل أن يزيد عملت من ساعة بس طبعا في حالة محافظة انه ميكانيكال لا يفعل شيء كورتس يعني يقول لك انا ميكانيكال ميكانيكال وتستعملها 30-40 سنة جدا هذا ليس طبعا عندما يقض ساعة تطلب 2 مركز قلت لك اوميجا ونأخذك كواكسيلا لا نأخذ كواكسيلا الـ Speedmaster Maltic الـ Coaxial نعم على حظ كلها لم يكن هناك Coaxial الـ Speedmaster Maltic نعم الـ Speedmaster Maltic الـ Speedmaster Maltic لم يكن تنزل Coaxial لكن الـ Manual Wind ما كانت تنزل Coaxial لم يكن تنزل Coaxial فترة خير منزلت وخذنا ماذا هو Coaxial هذا هو اختراع جورد دانيلز الـ Coaxial يحلك مشكلة أغلب الساعات المنظمة الطاقة يسمونه سويس لفر تسعين من الساعات يستخدمون سويس لفر اسكيب بس فيه احتكاك يحتاج إلى تزييت من وقت لوقت وهو سيرفيس خمسة سنين نظريا الـ Coaxial الذي اختراع جورد دانيلز ما يحتاج إلى تزييت لماذا؟ لأنه هو المنظمة الطاقة هذا يستخدم مثل ما قلنا يفتح و يسكر كأنه قفل تمام؟ القفل عشان يفتح و يسكر كأنك قاعد تسحب يدك على الباب عشان تسكره مثل ما قال عنها روجل سميث وتسحب الباب عشان تبطليه ففيه احتكاك المنظم الوقت اللي هو Coaxial يستخدم طريقة فقط لمس أو بوش فما في احتكاك فنظريا ما تحتاج إلى تزييت فستطول عمر الساعة و اياك كوايد هذي البيزة في Coaxial ولكن فيها بشكاية ثانية بالسابق صناعتها كانت صعبة وتضبيطها صعب تضبطها مية بالمية شوية صعبة يكون لك دقة تسحب 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 نحن نحلها روجل سميث بطريقة معينة و حلوها قبلها لكن حلها روجل سميث قبل يمو جورداني لذلك حل الطريقة فمثل ما قلت لك اشتر على ميزانيتك نصيحة هذا اهم شيء ربع اللي كان الكلكترية و يشترونه هذا الآن قاعد ينزلون بالاسعار يدورون القرابة و الندورة و الوناسة بالساعة ما يدورون السعر ، و في مراحلة يمم pratique رياض شحنا مساعدة الختبار انا ما يه Hijo عندي المراحل لمكارم قبل يكن لديك سمارت واتش ساعة الناسة وما يردون بحر decisxico سعيد كان المراحل لديك فانة الناسة سنبدأ ظنم South اخرج ممل скаж نقول مشكل حلو وانت عاد عمدك القدر انك تتوسع بالكليكشن او تخليه محدود يعني لا تفكر انه والموضوع ترى الحين صار الموضوع الحمدلله مو مظهرة مثل قبل اتنا فترة كان الموضوع مظاهر بحتة وصراحة يعني ممكن تاخذ رولك استقليد لو شنو ما تفرق بينهم بالأيد ما تفرق مستحيل يعني ما هو واحد يفرق عرفت فالناس صارت مظهرة الحين صار فيه الحمدلله من خلال ميديا ومن خلال وخلال زملائكم في المجال صافي تثقيف صاروا الناس يحبون المجال لما انا اتشف ما بيطلع ساعتي ولا هذا مو هدفي المظهرة هدف يتعرف على واحد واحد من ربع يسألني السؤال وناقشه ألقى احد السولف معه لان المجال ضيج ما فيه وايد ناس ممكن تناقشه هذا انا وايدة استانس انا استانس اشف واحد عنده مو هجوما على رولكس كنا اقول لهم انسان اجتماعنا كلنا سوينا عاشة حق تايم كيفر عشرين واحد ثمانتعش واحد لابس جيم تي ماسترس ماذا اقول لك انت احمر انت بيبسي انا عندي كل ترى اقع قاعد ترى اقع انتقذ اقع اسمي انا وناطر مثل عالي على العالم اقع اسمي ايه كل ناطرين لن ندري الساعة كوالتي بس استانس اشف واحد لابس اي دابي سي بايلت ما اقول لك اشطح اروح اخذ مرس كروسمين ولا شيء وانتشوف واحد لابس رسالس انا اي دابي سي مظلومة عندي واحد من ربع انا يعني انا فجأة ابي اي دابي سي معينة ساعة بسيطة ومو هاوي كبير بساعة سبسيطة اي دابي سي زيني بس دابي نفسهم بالحجم و التعقيدات و الشكل اي دابي سيزورون شوش اي صح تقيد الآن سيزوروا بايلت واحدة بايلت وصوه 43 سيزوروا شوية اي دابي صراحة في براند هم مظلوم بعد يديد فردريك كونستانت اذا متازه كالسعر وليعطيه كالسعر وكالوالتي وكتصنيع وانهاوس وهذا امانته فردريك كونستانت واجت زرين خاص رجل الف ومتين لابس احروحه في كن الفين سيزوروا بربيتشوال سكاليتم 4000 تعالوا مع سبايك مارن سبايك مارن سبايك مارن سبايك مارن اثر على مجال الساعات واكثر واحد طيب في المجال ماذا ينقذه ماذا ينقذه اهو انا ادري انه كان انتهي اول فترة صعب بدين صال عنده فرنز وانه كان اسمه فرنز ودور او انبسترز اسمه سبايك مارن اوه كان عنده مصنع سبايك مارن شخص شخص هناك شخص شخص اسمه سبايك مارن اظن اسم سبايك مارن حلو اوه 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 هذا هو طبعا شقاو سي او رايز تنفيذي في كان في شسمه وفي جيل سي وفي ريارة في ريارة فعنده خبرة يوم سواء برانده اول ما اسس البراند متفق مع مصانع صح سواء التصميم المتفق مع مصانع وتجمعوه للساعة عشان ابيع على اخر لحظة كنسلو عليه ما راح نجمعك ساعتك ولا راح نكمل التصنيع يميني سار ماكو حل ماكو الدبرة توتر ريا قط مورا دونه قال له نعطيك القطع وتجمع كيفك ما عنده واتش ميكر تكلم سبايك من هذا وقال له احتاج كذا ودق عليهم وقال لهم ابيعي اندي صديق وكذا وحتاج واتش ميكر واحد من الواتش ميكر اللي سوى البربتشو الكارندر اللي هو الاسكروتش كان واحد منهم اللي كان الناس هذا في البداية يساعده في التجميح وسبايك قال لهم هذا هو موضوع أنا أتسمع موضوع هذا ما اسمه خدمة منكم خدمة خدمة تقدموني أنا شخصيا ما كان راضي أحد يرده وهنا انقذ ماكس بوزر وقال القصة اكثر مرة وطلع فهذا الشخص الذي ساعد ماكس بوزر ساعد أشخاص بمجال ولكن ليس معروف فايد ولكن نعود على المصانع السويسرية والموردين تخيل ماكس بوزر هو كان سيئو ماذا يفعل فيه حتى الموضوع الأتا لا تستطيع تشتري وسواتش وقال لهم لا يريد أن يوردون لماذا أعطيه ساعة منافسية أو أعطيك موضوع منافس لا يستطيع تشتري أتا موضوع أو أتا موضوع لا يقوم بوزر لكن ميزة في أتا موضوع وقال سريطة سريطة ممنية على أتا مكاين هذي ميزتها المتاقة الساعة ليس موضوع الميزة الساعة وموضوع معروف أتا أنا لا أقول لها كلام لأستخدم أتا موضوع أقولها واقعا الواقع لم يكن هناك سنوات مستخدمة فأتا موضوع تم إثباتها بالسوق لا يوجد مشاكل أو تصليحة سهل فلا تأخذ لك الشيء موضوع من الناس يعملون على موضوع لكن لا تحتاج إلى توديها ما قلت عنها في بيجور أنا هناك ساعة لا يستطيع عندها موضوع من المشاكل لأنه موضوع ساعة بالتصنيع يحاول أنه موضوع يأكل أكثر لا يستطيع تحمل واحدة منهم شفت شمالة الإيد لا أحبتها موضوع لا تشتغل لا تشتغل حسنا أنا أصور فيديو لا يمكن أن تشتغل لكن هذه هي فقط أن تشتغل لا تشتغل كفكرة لا تطبقها تشتغل أنا أحوان إلا بس عيل أنا أحوان 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 أنا لدي مصانع أو شيء كفكرة الإيد كفكرة الإيد وهذا أحاول أن تتميزون لسبيل نتميزون مو لسبيل هدف معين شوف أقولك شيء الآن نقوم بسرعة الموضوع حلو؟ على موجل سأقولها هذا سيزل من القيمة التي ستقوم بها لكن سأقولها الآن الموضوع كان الهدف أوشين منفز حلو؟ فوقها المد الجزر حلو كرام؟ من نصف فوق المتصف الدايل أو الميناء يكون الساعات فوق والدقائق بالنص والثمانية تحت في عالي سار تاريخ الهجري فوق بالزاوية تنزل تحت على مستوى المون فيز تجد شروق وقمر وشروق وقرب الشمس لكن تتحرك كامل كامل ثقيلة ثقيلة صح؟ حركة القمر تعطيني المد والجزر تعطيني أشهر الهجرية هذا يحل لنا مشكلة شيء واحد سوى لثلاثة شيء واحد سوى لثلاثة فهذه ساعة من تشوف أكثر معقد ومعقد ومعقد المتريبيتر لماذا؟ لأنه يحتاج تعديل تعيير ومعقد 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 نحن لدينا مكان ومعقد 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 جميل ومعقد ومعقد وقعد وعلم قد يدخل هذا نفس النقطة الذين كنت كما نستمتع مثلا تربيون نفسي شيء تربيون 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 عادي يوجد كثيرا سهل صح ولكن ليس فقط نعمل على كمية أكبر تربيون لا يصبح نحط على ستيل يوم ججل يوم ججل أكوت أول جايرو تربيون ستيل ماذا قصدتك الكيج نفسه نعم لازم نحترم التربيون ونحطه على البلاتنوم فما يصبح أنا سوي شيء دانيال ججل أكوت قال لا أصدق أنا أقدر أسوي لكم ستيل لأنه هو بردو جيل ستيل صدق مصنع يسوي حق الكل ويقدر يوفر ويقدر يسوي بسعر أقد وسوى تربيون على ستيل حتى السؤال سألتنا مع أبو حمزة وقت هزعله أنا عندنا نفس الساعة وهذا أول تربيون ستيل ويزعله إنه شون تسوي شيء يعني حتى لو تقدر في احترام حق الصناعات نفس الشي باتك باتك لا يلحين مثلا من يسوي لك تربيون لازم تربيون بس حق التربيون ويوجد تربيون معين حق لذلك تربيون بروح من تربيون نفس الشيء أنا ما رح سوي من تربيون ويأة اي دي بليس يسوي من تربيون بأي دي بي تربيون بأي 10 ألف دينار وقت وقم يمكن 15 ألف دينار وقت طبعا هو صوت مجرّب الاثنين وعني أيضا فرق طبعا بس إنه يقول لك لا ما يكن حتى لو تقدر لا تسوي في هذا الفكر أنا كسويسري أنا أبي تربيون على شرية أبي من تربيون على شرية كلنا نحاول الحفظ على ستاندرد هذه الشغلة أنا لا أرى لا أقول عيب ولا أقول ميزة لكن هناك شيء إلى حد ما مريح أن هناك احترام لتاريخ الهدف ولكن مثلا لديك البالكانتو اللي هي ما اسمه البراند عرفتها الساعة؟ لا لا بل كانتو آه بل كانتو كريستوفر كريستوفر وورت ساعة رخيصة وفعله فيها نحن بيضاء الهبطة في الحلقة الساعة ليس من ميتربيتر لا لا.. بس بالأرض كل ساعة ترى سهلة ترى ايه هو سهلة يصل لين يصل إلى هذا يفلط مو قصتي سهلة بس مقارنته ولي شيء بالنسبة ل ميتربيتر وساعة لديها ميتربيتر وعنده ميتربيتر ولكن عنده ساعة ثانية لم تكن ميتربيتر 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 وميتربيتر ولكن قصدي هناك مبالا وميتربيتر ولكن يظهر يظهر أنا صراحة لا يمكنني ميتربيتر من باتك ولكن سأشتري ميتربيتر من اي دي بليسي او نشط صينيين يعمل من صينيين ايه الصينيين ايه نحن نقدع الصينيين الصيني لا يوجد لا يوجد صانع الصيني لا يوجد صانع اشوف القطع اللي كاي سويه كون شي لا مستوى عالي وفي اللي توا باع كمية كبيرة من ساعات اللي خداها جائزة في جي بي اي جي اللي هي كانت القولد الانجريفد هذي بانجريفد بانجريفد وجولد دايل والشابتر الرين كانت بأبيض وشيتشة ايه مصنع صيني لا هذا كان بانجريفد لا يوجد صانع الـ بانجريفد صلدات به وحيان بالنسبة انا طبعا احبت سبسكريبشين جيدة هذه الان لحن مفاهمة عدل بيتر اظن بيتر ايه الان اول دائل الارتستيك يكون شهر ايوه كانت مهامر كانت سكوبت جديد ايوه ايوه هذا هو نحن هذا التب بيتر شي نحن نفعل اسامي نحن من كثيره لا نستطيع حفظ نحن نضع صورتها بس هذا صار نحن نفعل الكرونو نحن نفعل ثاني ساعة لا اعلم ان نفعل الكرونو نحن نفعل الكرونو بس هذه ساعة جميلة لان راحق الارتست وسموها وسمو ودورهم وقام يجب ان اعطوني احد اسباب انبيان اف اللي انا وايدة قدر انها هو قال انا ترامام مراحة فلسفة انا عندي فرنس تعال الارلندي تعال سوي لي بربيتشو الكالندر اقدر اربسها كل يوم وتسوي بربيتشو الايو ولا بربيتشو الكالندر الديلي استعمالها ما يخترب اقدر اغيرها بوشيرز ورد المصنع اقدر قابل بربيتشو إذا اغيرت شيء لازم دس دسويسر عشان يرد يضبط للجيرز ايه طشرة ايه تواحق فيها بدأني قالك انا ديزاينر ابي تيزاينر فلاني ابي مون فريزر وحق فلندي استيفان فكان وايد واضح الحين رده وقاييسون واضحين انا 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 بشتغل مع الاناملر فلاني هذا بيتر اللي سوا اوه صح مصمم مصمم حق ناس وايد وممتازين تصميمه حلو ترى تصميمه لا يوجد شيء بس تعمل بس تعمل سمي اسكاليته اتوقع اي كان سعره بنا نجد خمسينات خمسينات سويس او كويتي او الغلطان لا اعتقد اغل اتوقع بالتعش بالتعش كيف سعرها اذا بالتعش كيف سعرها بس هم ارد نفس المشكلة ان انا ما اقدر تشتري شيء ما اقدر شنو حتى لو تعجبك هذا ينرد عن النقطة اللي اقولك انت اذا بتسوي شيء بيرفكت وايد او بتسوي شيء وايد اخي اقول هاي اند وح تحرم ناس وايد يعني اقولك شيء كن صريح معاك انا لو اتعب اروحي زيادة شوية استثمر في معدات صدقية وشوية التدريب تدريب رسمي كما قلت بايرز حق ساعب 20 الف موجودين انا استغرق من الشغلة في ناس بالمجال مطبيعين احبون شغلاتي وصراحة انا قدرت انا خليت مبدأ سويت لسته من اول ناس طلبوا ومن اول ناس كانت سبورتيف حلو لان حرام تبخص حق شخص بس ادعمك وانت من الصفر ما يدري عملك وفي ناس عرض علي موالغ زينا مو شيء بسيط قلت لأتمنى بس بنهاية الامر بظلت عندك سنوات بظلت طالعنا فيها شيء مو مكتمل انا ما قدرت توفرها وما قدرت تكررها مرة ثانية هذا ما يسمونه هذا اللي موقفك هذا اللي كنت انا وديه لا ما قدرت بسيطة على أقل الديلبر 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 ما راح تقدر توصل حق لي بسهولة لا بس النية موجودة وقاعد اشتغل على الموضوع ان شاء الله وبوفر طلبة بس اتمنى الناس طول ان بالهم علي والصراحين بعد المقابلة راح تصير انعاج فراثانية حق الان انعاجة فاتمنى الناس اطول بالها علي يعني انا في طور الار ان دي لحد الان في التطوير والتصنيع لحد الان تسعين بليميا ما راح تكون موفمونت من عندي التشطيب يمكن يكون عندي التشطيب يمكن يكون عندي تشطيب يمكن يكون عندي حلو كام في هدف الحين احاول اساوي ان انا اساوي عدد محدود تم كي بردشي المثال ما عندي مشكلة حاضة استاهلون والله استاهلون استاهلون تم ناول الناس اللي دعمتوني فعلا يعني نعم وتلو احكتوني ام ناول طرحتوني بمقابلة واحكنا لا يعني صاحلتوني على قولات انا ادري ما شاء الله الناس عندكم يعني خنقل وزنهم بالمجال اكثر مني خبرتهم اكثر مني او مو خبا خنقل بشكل عام لهم اكثر بصراحة زين فأيبريشييت السبورت لا لا مو سبورت في الاكس انا اللي صراحة اقدر انه يعقولك مجال وايد حذور وعندما اقعد انا وياك انا حين ودي انت خلا رد اسوي وتعلم واقرأ وفي شغلات اسمحة منك ودي ارد اكد معلومات اللي عندي وشي فأنا استانس بالعكس هذا اللي احنا قندور بصراحة بصراحة كيف بالعكس والله ان شاء الله الله قدرني خلال 2024 ان شاء الله اودوا ما بسلوا اتليست اتليست لونش ما بيكون كلام مقدل حين تحمس من الغابلة لا 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 مو المقابلة انا ماتهم ابرد يعني دواء ملتزامات واهل واني كان عندي بزنس مع الربع وطلعت مننا بعد توني صعبة بروحك ادري قاعد صعبة انت حين تستغل بروحك تايم كيفا لا تقدر لو ما شاء الله كلكم قائمين ببعض لا تقدر صعبة مية بالمية مية بالمية علي قاعد ادزلي صور انواع الفنشن قولي عادي بالعكس اي قاعد بصور ايه احنا ازلوك ايه تليفونك بيدك احنا احنا قطعوا صورة من الغابلة احنا اخذوا احنا اخذوها جديد لا يفكر اقوائي اخوانا في فلسطين فا يقول ذلك لن يقول هذا من الاشخاص اصابت اصابت الدعم اللي يريد من الهوات وأيدي أفرق معي وأيدي أعطي لي حافز لأن أخنت كنبغ الحمد لله هناك ديرة خير قلت من قبل وأقولها مرة ثانية أنا ببطل بزنس بأدور مرار ربح آخر شي رح سوي الساعات نهائياً أول حين قد أروح أنا سوي لي براند تصنيع بره وأقول لك أنا سويت هذا والآن لا البيع غير والهذا غير تصميمي أعرفت لكن أمانة هي بشغف حتى أهلي وتحملوني بالأيام بالتعمل وأطلع زعلان يعني أنا أطلع معصب أي ترى أنا أطلع مستانس عرفت يعني ساعت عندني معدات من كثرة ماء ثقيلة تسحب كهرباء وأشقصت شغرات سبع شغرات مع بعض تير والد اللي حفظها يطلب عمرها قدش المطبخ قلت لك أطلع تطفي كل معدات يفصل والله يا الربع يا جماعة والله العظيم شغل ثمان ساعات تسع ساعات متواصل لأنك تطفت المكينة مكينتي لن أجلس سنقول الـ CNC لن أرجع 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 لن أرجع فمكينة لأجلس لأنها فتر أرجع أرجع مجرد أرجع لأنها أرجع أتحبط أرجع أرجع البنش بغرفة ما دخلتها وانت ساعدت شم شهر كلها أخبار كلها أخبار ما دعوش يسوي هذه الدقة بساعات متعبة يعني هاي شغلة بسيطة من يفكر أن أخبار يؤذيني أنه أنا سوي أسامبلي حق واش ما تكتر ما تكتر بينا أنك تقعد تنظف وتلقط شفت الردكو المطاط أو الطين الأخضر اللي يستخدمونه في التنظيف كما رعي عليكم هذا ما فقد طرته دول بديل عنه كل ما تشوف ينظف فيه صح؟ حتى بيجون اكتشفت مثلا السيرفيس وايد بولشت ملمع يترك أثر يترك طبعت يد وش وإذا مسكت بيدك كثير يحب زيت يدك ويأثر على هذا لكتشغلة ثانية يستخدمونها في ما تريد شنو أي إندستري إندستري ما على الشغل جديد عصايا صغيرة وفيها تب في مثل ما قولك في قدرة على أن يلزق ويشي لغبار هذا شي لغبار على ما يبته هذا ممكن أشهر في شغلة يديدة وسيكون بره مقابله الساعة هذي بفنشها خلص الفرنش يقمالها في شي اسمه حطونه مثل بودر صخر صخري يمسحون فيه الساعة بومس حق الزرع بودرة صخرية دول وين حصلها وين حصلها عندي زرعة بالحوض بالبيت يأي من بره معاه بومس ستون هذا ما هي الساعة لكنني لا أأخذ أشهر من الحوض ويأذبح الزرع الذي لديه في بيه لذي أذبحني فالطرق أكتشفت اليوم أكتشفت توقع حالفة أكتشفت أكتشفت أن يستخدمونه في الليفة ما تصخرة ما تصخرة ما تصخرة ما تصخرة ما تصخرة لا، ما تصخرة البيضة تصخرة تحنونها ويأتشفت لأنها لا تستخدم اخرج تعالف تخيئ هذه القصص التي تحصل فيها فسبحان الله أقول لك لكن هذا جميل إنه مفهور عندما تصخرة أعتقد أننا نتحرك هذه الساعة لا نحن نتحرك نحن نتحرك نحن نتحرك لدينا أكتشف لدينا أكتشف لدينا أكتشف واحدة منهم تحضر قبل فترة صغيرة أننا مقارنة ساعة باتك و ساعة تغليد و كانوا صراحة يقول لك أنه يقرب على بعض أنا قاعد أدفع هنا بالضبط 14 ألف جينار كويتي و هنا ترى مرخي يصل تغليد فوق الألف و شوية فهمته من 900 ألف و هذا من أين تبدأ؟ نبدأ بالروتر نبدأ بالروتر أول شيء المعلمين التغليد و المعلمين ما الفرق بينهم دعنا نبدأ من الباست باتك جميل باتك 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 نقطة ثانية عندك الترس نفسه اللي قاعد عليه الروتر اللي هو وزن الذهبي هذا الترس اللي عليمين مو مفنش مو مشطب حلو؟ الترس اللي على يسار مشطب برشت تمام؟ اللي أكبر من هذا كله البراغي البراغي اللي عليمين مو بلاك بولشت تمام؟ براغي اللي عليمين مو بلاك بولشت براغي اللي عليسار بلاك بولشت لطريقة تلميع خاصة تمام؟ الروتر الذهبي نفسه خلقا قاعدة بالليفلات الروتر الذهبي نفسه حلو؟ الجنيبة سترايبس الخطوط هذي يسمونها جنيبة سترايبس لو تشوفها في الساعة التقليد ميتة أكثر هذي مساويتها اظن اندمل اللي هي طول عادية ما تعطيك الفنش أو المعان المطلوب وتصير الخطوط مراتها عميقة أكثر حلو؟ غير واضحة تمام؟ هنا تشوف الجنيبة سترايبس انظف لماذا؟ في بعض الحالة يستخدمون أدات خاصة طبعا كلها أدوات خاصة بس بعض الحالة يكون موضوع قص مثل تقليد على اليمين وبعض الحالة يكون يستخدمون مواد ملمعة وبأداة تدور بشكل دائري ويتمشي سيدة عشان تعطيك هالخطوط النعمة وأكبر شيء واضح بالنسبة لي طبعا غير اللي قلناه هذا كله الحفر الجنيبة ما لللوغو ما لللوغو اللوغو التقليد مطفي حلو؟ ليش مطفي؟ لما يقصونه في المكينة في CNC أثناناتهم CNC وقص بالمكاين إذا ما أخب نظه القص اللي يعلمين الفنيشينغ ما له بعد ما ينقص يطلع مو نظيف حلو؟ فيضطر يعالجه عن طريق السان بلاستنغ اللي هو هوا وتراب أو جزئات مثل ترابية عشان تعطيك اللول مطفي عشان يداري عيوب القص لأن المكينة مدقيقة اللي علمين القص يلمع ليش؟ لأنه فرش من مكينة هذا عفوا آسف هذا تلنيمك بعد يكون لا مو هاندي غريف ما أظن هاندي غريف ما أظن اليد هذا مكينة لكن طريقة القص تعطيك فنش نظيف من البداية هذيك لا جيد 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 انا مصدتك وائد ناس اللي علمين شوان عفرق أسهل شي كنا نقوله شوان فرق أصلي بالتغليد والفنيشينج بسيط شيء أقدر أشوف حتى أي لوب أقدر أطلع حتى الانديكسز الحانز رح تشوف دايما مسمو ليش ورقس مقلد وايد لأنه ما عنده فنيشينج تشغل مقاين يقدر يقلدونه لحد ما المقينة يمكنك ما قلنات لك إنه شئ مور كريسبي حواف واضح أكثر في التباعة طبعا رح تشوف أكيد حتى البتونز حلو اللي هما المؤشرات الوقت هذي ممت الساعات رح تقفي فروقات بالتلميع يمكن موايد لأنه حتى فتك مو هندفنشت يعني موكينة بعد اللون السنبرس شئتو السنبرس رح يكون أفتح أصعب شي يضبطونه في الساعات تقليد درجة اللون خصوصا في الساعات اللي غالية ساعات اللي غالية فيها صعوبة في ضبط اللون هشو صعب يضبط المواد اللي أستخدمها مو المواد ما يقدر يشتري اه ما يقدر يشتري المكس اللي بالضبط ما يقدر يشتري الساعب نفسها حتى ما يقدر ييبها المكس موش كي يوصل له بس هذي الساعات اللي المعلومية ترى هذي مو صبق ببعض الأحيان هذي طلاء شفت اللمعة دائرية طلاء غير وصبق غير مطلي ذهب مو صبق ذهب فهذي اللي يغيرون لونهم شي اسمه غالفانك تريتمنت الثيب اللون صح لانه ما ينخلط الصبق ينخلط ممكن بالنظره يبساعد قدامي وخلط اللون هذا اذا قدر مصنع الصيني يشتري الساعات عيسى عسل على الاسحار يعني ما تفكر موريس كروسمان ولا إيلانكي التقليد لانه مستحيل لانه ما يسوي لا مو ما يسوي لا مو ما يسوي فنش الهان تفنش ما ما هيكدر يسوي المصنع يتفعك نفس السعر الأعلى هنغنزون اي اذا بيسوي نفسه نظف نحن نهم دازلي علي ايه اكيد تابع هذا صاحبنا هذا ايه هذا اللي يعقد حياتي انا اتخيل اليوم اليوم لو يصير اللي نصيب وعالاقل يمكن اطلع شوي بيني هذا يزوم يطلع بالوان بالساعة ايه هذا ياخذ هوايد هارو ماريو برو اهو اهم الحلو فيه هارو ماريو هارولوجي ماريو برو ايه ايه يعني هو هم ياخذها منطقية يقولك ترى اوكي انا ما يسر ادفع سعر غرب الفورسي او ان ااخذ من ارمن ستروم ويقولك لا انا ابي سعر ابي فنيشينغ غرب الفورسي يعني ياخذها منطقيا بس علي هنا انت تبي تغارن السرايبس اللي هم خلنا اقولك شغرة عن السرايبس لاحظ الارمن ستروم والشوب هارد اوضح تشبيه الشوب هارد شفت الحافة الملمعة لو تزوم الأج الحافة الملمعة هذي اتخذك مالا التحت على اليسار هذه ايه الحافة سيدة هذي قص CNC تمام الارمن ستروم الحافة اللي تلمع مدورة هذي تلمع ايدوي هذي خلصون المستحيلة تسوي انجلوج انجلوج مستحيلة تسوي لكن هذا المنصر انجلوج الحافة الانجلوج وليزر حتى الانجلوج اعلم انه هذا الذي يقوم بها صح المنصر لا حتى انتكلم عن هذا الذي هو جينيفي سترايبس ماذا يصير CNC لانه تولي يمر جينيفي سترايبس هل تذكر الرجل الساعات الياباني الذي يقوم بها توكيو وشي هاجيمي 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 سترايبس عن طريق استخدام اداة CNC عادية محاولة كحراء عندما اقصبه CNC يقصبه وانجل الحرب يقصبه وانجل يقصي فلصي يقصص يقصص في فرق اطلب نظافة الفنش هذا البوست نفسه قاعد يغارن السترايبس يعني شون هنه فاتحين هنه غامجين نشوف ارمن عندهم اصلا شكليا احلى او الناس ممكن يقولك هذا احلى فعن هذا باتك برمجاني السترايبس مثل ما قلنا فيه اكثر من طريقة بيوسف فيه طريقة عن طريق ان يقص يعني يقص المعدن عشان يعطيك السترايب فيه طريقة ثانية يلمع المعدن بطريقة معينة يعطيك السترايبس التلميع سيكون مثل ما صارت في البتك انظف واهدئ والمكايرة ستزمت الباجي احنا البوست الثاني هذا الانقلاج يعني هذا اللي فهمته انا من لانه فيه شغلة ثانية يهملي شون وايد بالديتياج فان قولك ترى مو بس انا اوكشى عندي موفمنت حلو بعدين شم زاوية موفمنت انا بس اولها فينش الزاوية صعبة بالانقلاج يعني الانقلاج وفيه واش ميكر مختصين في الانقلاج معروفين ببيتو روميقوتية مبدع ويسوي زاوية عناد اشان يسوي روميقوتية بس فيه واحد معروف تيت جسمه مشكلة اسامي ما تحضرني لو اطلعك اونتاتا بس شوف هنا مثلا الفينيش البرمجاني او تشوف الزاوية ممسكرها عدل ايه انه مو واصلها عدل ممسكرها الزاوية عدل وهذا كله باليد سي ان سي لا تدخل زاوية الماكينة صعبة تسوي زاوية حادة تسوي داخلية سي ان سي دائما فيها صعوبة بنتسوي زاوية داخلية حادة كل معدات القص بالعالم كلها تقبيبا سي ان سي في مكان اجهزة اسمها اي دي ام دقيقة جدا وهو ليزر ما يقدرون يسوي زاوية حادة يقدرون يسوي زاوية صغيرة حين على اخر رحلة لا تتعبالك حادة لكن يظل نهايتها ندور لان اعدات القص مدورة دائما للي يحبون فنشينك لان انا سوي لساعة سيكون هذا سوى المطفي هذا المات بطريقة معينة والثاني قرب الفروسي سوى بطريقة ثانية الحماية شون نحمي الآن الفنش شون نسوي الفنش الثاني التحدي في صناعة الساعات اللي سمونا order of operation المهندسي ممكن عرفون أكثر طريقة الخطوات العملية اللي بيسويها شنو قبل شنو منتقصدك الذهبي أو خنقول البرج نفسه هذا؟ أخي نقول هني هامر يعني رومان قوتي احتمال كبير سوى اللون المطفي هذا بعد ما سوى الأنقلاج فاشنجيت حسنا نازل عليه شوية نازل عليه شوية مثلا غرب الفروسي لا غرب الفروسي سوى الفنش بعد يسوى الأنقلاج ماذا نحن نقول غرب الفروسي اللي فوق اللي تحت غرب الفروسي يتعب زيادة ليش لازم يطلع عيوب اللون المطفي هذا اللي هو سان بلاست فنش في طولية أكثر احتمال هذه النظرية ورومان قوتي ريالة لان راح كنت سوى البوليش اللي هو الساند بلاست فنش كون اسهل عليه برمجاني هو اعتقد حضر برمجاني لان برمجاني أكثر يعني تجاريا أكثر محترف نشوف الأسعار بين الأربعة ترى وايد أغلى وايد أرخص من الباجي بس كانوا برمجاني كانوا وايد زيني لحده بس ما أدري ليش سوقهم ميت يعني كبراند وايد صعد مغاناة بقبل آخر سنتين توندو جديد يمكن سعارهم ما أدري ما تابع سعارهم بس يعني المعروف المعروف كان نشتمونه وهذا شنوه تبين سؤلف عن فنشينغ رولكس طبعا شيف ديتونة ايه او بني كيس باك ايه ايه اول ديتونة او 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 ما او ما تقوموا بني كيس باك بس اول ديتونة او بني كيس باك وكانت خطوة يمكن تجاوب على موضوعك انه والله رولكس مو واتش ميكر شوف يعني شوف تساقد موف شوف الناس يشوفون لانه حرام المعروف شوف ماكو واتش ميكر بالمفهوم التقليدي اللي هو يصلح ساعات ماكو واتش ميكر يصلح ساعات مايستانس لما يشتقل على الرولكس ليش كله يستانسون لانه منطقية في الفك والتركيب رولكس اداة لكن اداة جميلة مو قطعة فنية اداة جميلة حلو فلما تفتحها كل شي يركب مع بعضها ماكو فراقات الشغرة تكبس على بعض تكبس على بعضها عرفت حاسبين حساب حتى التهاولك وما الفك والتركيب لانه في معادم تفتش وتركبها اكتر ممرة توسع مثلا معوك رولك حاسبين لك حسابات كل هالامور فبالصيانة والسيربس سهلة وكل شي بسوينا فنية حتى من داخل فنية مكاين لكن فنية مايش رأيك بالتشطيب مايش رأيك بالتشطيب مايش رأيك بالتشطيب يعني مكاين كلها هذا الفنية كلها مكاين يعني واضحة كلها سامبرس كلها مكاين كلها سينسي ما توقع ناس مسكوا لا مشرط سينسي بس يكون مكاين يعني كلهم مبادئ كمبيوتر كنترول اي صح كلامك لكن يعني مايش رأيك بالتشطيب يعني انت قصدي يعني يعني مايش رأيك بالتشطيب يعني مايش رأيك بالتشطيب لان اذا دهد مجال هذا رح تشعلك خطاء ونحن قلنا مكاين فيه وصناع ساعات غلي ساعات ما تشتغل وعليه مشاكل ميكانيكية هذي نتيجته الشغل يدوي مم رأيك بالتشطيب رأيك بالتشطيب بصراحة توقع بس خطوة موفقة جميل حلوة ايه لابدهما شوي ما البرج مغطي كله على الكولم على الكولم والراتشت والكاعد ايه مغطي عليهم فعندك بس واحد هنين صح مو مبين كله اوه ساعة الهبات هاذا حطري حبيبي ضاري مشكور وائل على وقتك العافو يا حبيبي مشكور على صدافتكم لا بلعك خذينا منك وعد تايم كيبر منك قل إن شاء الله ايه ايه لا توصل حق مستوى مقبول بالعكس شرفني ان اعرض اي ساعة سويها بتايم كيبر بالعكس هلا مشكور وائد على وقتك الذيناء طولنا وياك بس انا صج استمتع وعلي يدري علي يدري المقعد وياك استمتع بسوالف اقدر اخذ راحتي اقول اي شيء بالي اتعلم منك وايه شغلات الامانة وايه تأكد لي معلومات سوالي اعرفها وايه شغلات ما كنت تعرفتها وائد مشكور على وقتك وما قصرت العفو مشكوري ادعمكم مشكوري انكم في الاندستري امانة وهذه مو جاملة انتوا من الناس اللي يدعموني في بداياتي نعم وليحنا في بداياتي اعرفت اه ولا يوفقكم what you're doing relevant بالفيلد واتمانا تستمرون بالمجال ومشكور على استضافة وان شاء الله ما ثقلت عن الناس بس لا ابد ابد مشكور وائد ما قصرت مشكور عفو عفو عفو